موسيقى يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا يا أهلا وسهلا في الجزء الثاني من هذه الحلقة ألتقي مع المدير الفني الكبير الكابتن طاري مصطفى وهو حلال مدير الفني نادي أولمبيك أس في المغرب نتحدث معه عن الدوري المغربي بشكل عام حظوظ فريقه اللي استطاع أنه يبقي في الدوري العام هذا الموسم أسعار اللاعبين هناك في المغرب أسعار اللاعبين المحترفين عشان نحطهم مقارنة باللاعبين المحترفين هنا في مصر أكلم أكيد عن مباراة الأهل والزمالك في نهايكس مصر إن شاء الله المضمع إقامتها بعد غد بمشيئة الرحمن في البداية وكالعادة بقى من آخر الأخبار والمستجدات بأن أبدأ بسؤال حضرتكم على صفحتكم On Time Sports السؤال بيقول من الأفضل لقيادة هجوم الأهلي والزمالك في نهايكس مصر بين محمد شريف وحسام حسن للأهلي وسيف الجزيري وعمر السعيد للزمالك ده السؤال السؤال اختار المهاجم اللي انت شايفه للأهلي وأيضا للزمالك وبالمناسبة قبل ما نخش في مواضعنا كالعادة السوشال ميديا أحيانا بتتبنى وجهة نظر معينة قد تكون منقولة من أحد الإعلاميين من بنات أفكار أحد رواد السوشال ميديا وبالتالي كالعادة الكل بيمشي وراها ومع الأسف أحيانا بعض من أصحاب الكلمة من الإعلاميين بيمشوا وراها دون أن نفكر في ما هو كتب ونشر بارح والنهاردة بيقولولي أصدقائي في الإعداد أنه السوشال ميديا كلها بتتكلم على أنه متشات الزمالك كلها سكوارفايد يعني مش هتتحسب لأنه سيف الجزيري لم يكن له الحق في المشاركة مع نادي الزمالك من منطلق أن نادي الزمالك موقوف عن القيد وده لاعب جاي جديد والحكاية والرواية وما كان لها أن يشارك مشكلة أن السوشال ميديا كلها زي ما بيقولولي كتبت وبعض الإعلاميين اتكلموا وحكاية بقت موضوع من لا موضوع من لا موضوع طبعا ببساطة شديدة جدا ويعني باختصار مسألة إيقاف القيد ده لو أنت هتجيب واحد جديد لنج بتأيده لكن لو عندك واحد معار وإنت أطعت إعارته ورجع لك تمام انتهت الإعارة ورجع لك دمعك طبيعي ما فيش دمع وطبعش خد جديد على الإطلاق على الإطلاق ومستعير واحد وبتفعل عقده عادي جدا يعني استعارته وكان مقيد معك في القائمة بتفعل الاستعارة إلى نهائي خلاص لأنه قريدي هو معك في أقائمة ده طبعا لأصحاب الفكر المستنير أو اللي عندهم ثقافة رياضية قالولي أن في أحد المزعين هو اللي أطلق هذه الإشاعة وبالتالي مشت كالنار في الهشيم مش أي حد يتكلم يا جماعة ومش أي حد يقول وكمان مش أي حاجة في السوشيال ميديا نصدق نحترم الجميع ونحترم كل الأراء لكن إذا تعلق الأمر بقواعد وبقواعد ولوايح لابد أن إحنا ما نمشيش وبعدين ده بعدما الموضوع كبر قوي تحد الكرة أمي طلع بيان حاجة غريبة جدا يعني بصراحة الأمر بأزيادة قوي في السوشيال ميديا يعني أنا دايماً بقول من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علي أن أنا ما ليش في السوشيال ميديا دي ولا أعرفها ولا أعرف أخذشها أقسم بالله أقسم بالله العلي العظيم لو أصدقائي في الأداد ما قالوا ليش ما أعرف إيه اللي بيكتب على الإطلاق على الإطلاق لكن دورنا أن إحنا نقول ونوعي أنه مش أي حاجة تكتب في السوشيال ميديا تبقى حقيقة نمشي وراها وأرجو كمان من الأصدقاء المزيعين أنهما يتواخد دقة لما يتكلموا في أمر من الأمور وعليهم أن يتحلوا بالثقافة قبل أن يتحدثوا طيب كعادتنا كل يوم ثلاث بنراجع فيما طبعا مباريات تلعبت خلال هذا الإسبوع لكن قبل ما نعمل ده هي متأخرة بس عشان أنا بطلع يوم الثلاث لازم أبارك طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد منتخب اللي بيشرفنا دايما المنتخب اللي بنتبعه باستمرار وعندنا أمال كبار في أنه هو بيحقق إنجازات حقق إنجاز ببطولة أمم إفريقيا وده شيء عظيم جدا وطبعا تأهل إلى نهائي كأس العالم وده شيء محترم للغاية أو إلى نهائيات كأس العالم وده شيء محترم جدا وخلي بالك إنه هو مجموعته في كأس العالم اللي هتتلعب إن شاء الله في السويد وبولندا بس إحنا ما تشتنا كلها هتبقى في السويد عندنا مجموعتنا هتبقى فيها كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وده مجموعة وفقا للأرقام إحنا أفضل منتخب في هذه المجموعة إن شاء الله هذه البطولة إن شاء الله هتبقى في يناير القادم وهنبتدي إحنا أول ماتشاتنا يوم 13 يناير تحديدا أمام كرواتيا وبعدين نلعب بعد كده مع المغرب وبعدين بعد كده مع أمريكا أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة بيروح للدور الرئيسي مباراة الدور الرئيسي بتبقى في الفترة من 18 ل 22 يناير بتأسيم المنتخبات الأربعة وعشرين المتأهلة على أربع مجموعات وبيسعد أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي أتصور بإذن الله وفقا للمستويات اللي قدامنا إن شاء الله يا رب سننافس في المراكز الأربعة الأولى بإذن الله كانش عندنا حظ البطولة اللي فاتت أخدنا المركز السابع طلط العالم اللي قيمت عندنا هنا في مصر عشرين واحد وعشرين لكن إن شاء الله يا رب بإذن الله هذه المرة نروح إلى مركز أفضل بكثير بإذن الله طبعا برندو الأسباني عقده انتهى وهناك يعني إن شاء الله مدير فني جديد هنشوف اتحاد الكرة اللي قد هيعمل إيه وكمان إحنا حصدنا مجموعة من جوائد هذه البطولة أفضل حارس مرمى كان علي العروسي من المغرب أفضل جناح يمين هشام الحكيمي من المغرب أفضل بك يمين يحيى خالد من مصر أفضل بك شمال محترف الكبير طبعا علي زين من مصر أفضل صنع ألعاب ليناندرو سميدو من كابفردي أفضل جناح شمال عمر الوكيل بكار من مصر أفضل لاعب دايرة جهات جبالة من تونس أفضل لاعب في البطولة يحيى خالد من مصر أما هدف البطولة فهو أوريليين تشيتومبي من أكونغو الديموقراطي مبروك مرة تانية بطولة أمم إفريقيا هي البطولة التمنى في تاريخ هذا المنتخب والتانية على التوالي وطبعا سات الرئيس عفتاح السيسي هنأ هذا المنتخب الكبير وهنأ الجهاز الفني وأشاد بهذا المنتخب أنه باعث البطولات وباعث الفرحة في قلوب المصريين مليون مليون مبروك وإن شاء الله إحنا أيضا سننظم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 20-24 مصر يا جماعة ما شاء الله بتستضيف كل البطولات اليومين دول عندنا بطولة عالم للسلاح كلنا متابعينها ما شاء الله عندنا عدد كبير جدا من الدول مصر هي قبلة العالم الآن ومصر لديها من البنية الرئيسية سواء من ملاعب أو فنادق أو شبكة طرق بقى النهاردة أنت تضاهي أقسم بالله بتضاهي دول العالم إحنا سافرنا هنا وهنا 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 وشفنا طرق النهاردة عندنا شبكة طرق عظيمة 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 فيك يا مصر إحنا كنت بتحرك من التجمع باجي هنا المدينة يعني يوم لما ببقى سريع قوي بتبقى في ساعة وتلت ساعة ونص النهاردة عد على ساعتك أقل من 40 دقيقة بنبقى جوة المدينة ما شاء الله دائري توسع وبقى حاجة عظيمة كمية طرق في أنحاء جمهورية مصر العربية بالكامل كباري إلى آخر وإلى آخر إذن مصرنا الجميلة النهاردة أصبحت الحقيقة مهيئة لاستقبال كل البطولات العالمية طيب نروح بقى نستعرض ماذا حدث خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بمباريات الدوري العام نتائج غزل المحلة بيتغلب على ملعبه من الزمالك 0-2 فيوتشر أيضا يهزم على ملعبه 1-2 أمام النادي الإسماعيلي بيرامدز بيفوز على ملعبه على النادي الأهلي 2-0 سموحة بيخسر على ملعبه من البنك الأهلي 0-1 الجوة 1 بكده يبقى جدول ترتيب الدوري العام كالآتي في المركز الأول نادي الزمالك برصيد 57 نقطة من 25 مباراة وبنفس عدد المباريات بيرامدز في المركز الثاني 53 نقطة الأهلي في المركز الثالث 48 نقطة فيوتشر من 48 نقطة من 23 مباراة عنده ماتشين مؤجلين مع الإسماعيلي والمقاولون إذا كسبهم هيبقى 54 نقطة ويظل الزمالك أول بفارق 3 نقاط ده في حالة فوز النادي الآلي في مباراتيه المؤجلتين فيوتشر وسموحة يتقاسم المركز الرابع والخامس برصيد 39 نقطة بنك الأهل السادس 37 نقطة طلاع الجيش السابع 37 نقطة سيراميكا الثامن 32 نقطة فاركو التاسع 32 نقطة أمبي العاشر 30 نقطة حد سكنداري الحداشر 29 نقطة المصري الاثناشر 28 نقطة الإسماعيل الثلاثة 26 نقطة الجونة الاربعتاشر 26 نقطة غز المحلة في المركز الخمستاشر 26 نقطة ثم يأتي ثلاثي المؤخرة المقاولون العرب في المركز الستاشر مراكز الهبوط 20 نقطة له مباراة مؤجلة مع النادي الآلي إسترن كامباني في المركز قبل الأخير أيضاً 20 نقطة ثم المقاصة في المركز الأخير 14 نقطة وإحنا بصين للجدول هتجد أنه ثلاث فرق اللي في الآخر أصبحوا في وادي لوحديهم مأولين وإسترن كامباني والمقاصة 20-20-14 أول واحد فوق العشرين غز المحلة 26 والجونة 26 والإسماعيل 26 إذن الأقرب حتى هذه اللحظة للهبوط المقاولون وإسترن كامباني والمقاص لكن ما دال في العمر بقية لسه 9 مباريات لهذه الفرق يحدث فيها أمور كثيرة للغاير أمر الغريب الثاني لقدام حضراتكم إن فاركو أقوى خط دفاع في الدوري مع بيرامدز فاركو في المركز التاسع بص كده دخل فيها كم جون؟ 17 جون زيها زي بيرامدز دول أقوى خط دفاع في الدوري بينما فاركو أضعف تاني خط هجوم بعد المقاصة فاركو لم تسجل سوى 18 هدف مص المقاصة سجلت 11 وفاركو سجل 18 هدف هذا هو الأمر فيما يتعلق بالدوري العام طبعا قبل ما سيب الدوري العام عندي نقطتين قبل ما أتكلم على العالم معلول أنتوا شايفين الدوري وشايفين أنه الأهلي لاعب الزمالك في الدور الأول والدور الثاني خلاص وشايفين أن كل فريق أصبح تقريبا له 9 مباريات فيما عاد الأهلي له 11 مباراة وشايفين أن الأمر لم يعد تحديده أو تحديد البطل من خلال لقاء الزعيمين الأهلي والزمالك وبالتالي إذا استمر الزمالك في حصد النقاط سيفوز ببطولة الدوري بصرف النظر عن النادي الأهلي هيعمل إيه؟ يعني إذا قدر ندي الزمالك أنه يفوز في التسعة مباريات اللي بقي له وعند إحصائية بالمباريات بتاعة التلات فرق المتنافسة إذا حصد السبعة وعشرين نقطة ما ليش ضعوا بأي حد تاني خلاص هو بطل الدور أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بتكلم يا جماعة على طعم الدوري العام دوري العام عندنا من أقوى دوريات المنطقة العربية بس إحنا نقدر نخليه كمان أشد من كده إذا حطينا شوية ساسبنس أو شوية كده يعني بهارات على النهايات وده مش معناه أن أنا بأغفل حقوق الأندية الأخرى لما نديت قبل كده وما زلت بقونادي بأنه الأهل والزمالك يتجنب أرعة الدوري العام يبقوا ماتش بدور الأول في نهاية الدور الأول وماتش الدور الثاني في نهاية الدور الثاني يطلعوا بره الأرعة فيما يتعلق بالقاوم هم مع بعض طبعا بعض الأندية هتقول لك يعني هم على رأسهم ريشة يعني هم مش معنا دول يعني زيهم زي كده يعني أنا هنا بحط تصور لحضراتكم تخيلوا بقى بالوضع اللي احنا فيه ده لو كان المباراة الأخيرة في الدوري بين الأهل والزمالك وإن الزمالك فضل محافظ على فارق الثلاث نقاط متفوقا فيهم على النادي الأهلي حتى نهاية الدوري والتقوا مع بعض في نهاية الدوري شوف الجمال هيبالأهلي هنا ما قداموش غير إنه هو يكسب الزمالك عشان يتعادل معاه في عدد النقاط ثم إذا كان الزمالك كسب الدور الأول مثلا هو الأهل المراضي كسب الدور الأول لكن إذا يعني هيبتدى يدور على أهداف كتير في النهاية عشان يعدي المواجهات المباشرة تخيل بقى شكل الدوري ونهايته تبقى عاملة إزاي شوف قوة الدوري بتاعنا لما نختمه بمباراة الأهل والزمالك أما مسألة بقى اللي بيطلعوا يقولوا هو على رأسهم ريشة هو مش عارف إيه انت غير مدار على الإطلاق وهقول لك غير مدار عاملا إزاي يعني بتكلم على الإسماعيلي أو على التحاد السكندري أو على المصري أو غيره منتاش أو بيرم منتاش مدار ليه منتاش مدار أنا جبت لك آخر ثلاث سنين موقف الفريق الثالث مش بقول لك بقى الرابع ولا الخامس ده أنا جبت لك الرابع والخامس والسادس والفرق في النقاط بينه وبين الأول هتضحك هتضحك فروق جبارة يعني لكن ده أنا جيب لك إيه الثالث اللي هو له الحق أن يتكلم والحقيقة اللي هو ما تكلمش خالص اللي هو بيرامدز يعني قدامي هي موسم 2018-2019 كان بيرامدز الثالث عنده 70 نقطة الأهلي عنده 80 نقطة يعني فرق عشر نقاط فرق عشر نقاط يعني البيت ما هوش جنب الجامع خالص طب خد الموسم اللي بعده 2019-2020 برضو بيرامدز كان التالت كان عنده كم نقطة يا سيدي؟ كان عنده 65 نقطة والأول اللي هو الآلي كان عنده كم 89 نقطة يعني فرق كم نقطة؟ 24 نقطة 24 نقطة طب خد الموسم اللي فات الزمالك كان الأول عنده 80 نقطة التالت كان بيرامدز عنده 55 نقطة يعني 25 نقطة نقطة بيتكلموا في إيه بقى يا جماعة؟ يعني أصحاب الفلسفة السوفوسطائية اللي يطلع يقول لك إيه؟ لا يعني هو على رأسهم ريشة هم يعني إيه؟ تجنبوا القرع يا عم الشباب بص في الجدول وانت تعرف الأهل والزمالك رضينا أم أبينا في منطقة أخرى طب قدلنا على الحكاية دي قد إيه؟ سنين طويلة وخلي بالك إن آخر 3 سنين ده أنا جايب لك عشان بيرامدز هو بدأ يبقى في الصورة لكن قبل ما بيرامدز يتوجد ده كان بال30 نقطة وال35 نقطة فروق جبار فروق كان جبار أنا بحي عمر الجنيني أو أنا آسف عمر الجنيني مع الأسف هو اللي بدأ حكاية أرعى المفتوحة قال يعني بقى الودي الفرل بقى يا جماعة احنا عايزين ننجح المسابقة بتاعتنا عايزين نخليها في نهاية جبارة في نهاية فيها ساسبنس كده وفيها متعة وفيها جمال نهاردة الدوري هيحسم بإيد عن لقاء أهلي مع زمالك بعيد خال آخر ماتش بسهل لزمالك مش عارف مع مين حاجة يعني لكن أهلي مع زمالك بقى في النهاية وبعين زي ما قلت قبل كده كل الاحترام لشعبية اتحاد سكندري والإسماعيلي والمصري أصحاب شعبية كبرى بشكلام لكن عشان نكون واقعيين كل فرقة من دول شعبيتها جوه المدينة الإسماعيلي شعبيته جوه الإسماعيلية اتحاد سكندري شعبيته جوه سكندري المصري شعبيته جوه بورسعيد إنما الأهلي والزمالك شعبيتهم في مصر كلها في الوطن العربي كله عشان كده لازم أصدقائنا في رابطة أندية المحترفين يتحلوا بالقرارات الجريئة سيبك من الهواجس والصفرستائيين اللي بيطلعوا يتكلموا كتير هو أنا لما هعمل أهلي وزمالك في نهاية دور أول ودور تاني صلمت حد أنا ما صلمتش حد ما هو كده كده هيلعبوا بعض هيلعبوا بعض بس القصة كلها أن أنا بحل الدور بتاعي بديله طعم وبديله سخونة وبديله نهاية عالية جدا 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 تفضل مش عاللة كده عند الناس كلها وطعمها جميل سانة بحالها في حلق المحبين والمشجعين أتمنى من ربطة أندية المحترفين الموسم القادم أنها تمشي مع هذا الموضوع سيبك بقى من حكاية قرعة مفتوحة دي ألاقي نفسي أهلي مع زمالك بيلعبوا مع بعض اللي أسبوع التالت ولا الرابع فطس الدوري أنا بقولك كده لأن أراضيت أم أبيت هم الاتنين دول في النهاية أول وثاني أنا بقولك كده مع كل الاحترام لبيرامدز اللي ظهرت في صورة قوية جدا آخر ثلاث سنين بس فروق كبيرة جدا بينها وبين الأول جدا أتمنى أن يحدث هذا طيب علي معلول حقيقة علي معلول تعرض لتنظير لا داعي له على الإطلاق بعد طبعا المباراة الأخيرة أمام بيرامدز وكورة اللي سندها بسدره لمحمد الشناوي ومن قبلها طبعا في مباراة الأهل والزمالك الكورة اللي مسكها ببطن رجلو دي أو عايز يزبطها في المنطقة دي أوريكم الهدفين برضو عشان تتذكروهم الأول وبالتالي تم تحميله مسئولية هدفين هدف طبعا كان مهم جدا في لقاءه الأهل والزمالك والهدف الآخر طبعا اللي هو هدف تأكيد الفوز بتاع بيرامدز على النادي الأهلي ماتش التاني تحديدا يعني الماتش الأولاني بتاع الأهلي والزمالك طبعا علي معلول أخطأ في خطأ كبير لأنه علي معلول لعيب كبير لكن في نهاية الأمر مركزه في الملعب هو لاعب خط ظهر ولاعب خط الظهر إذا دخل منطقة التمنتاشر فما بالك إذا كان قريب من منطقة الست ياردات يجب أن يكون حذر حذر غير مسبوق لأن الخطأ في هذه المنطقة يكلف هدف على طول على طول يعني ده ماتش الزمالك الكورة اللي اتلعبت من ناحية الشمال كورة عادية جدا حلوة من يوسف أسامة لكن كان ببساطة شديدة جدا علي معلول يقدر نهو من لمسة واحدة يطلعها برة يشيلها هو حاب هنا يسند ما الكورة تيجي في رجله هتوقف هنا عندها هتوقف عندها هنا هو عايز يسندها عشان يمشي بيها ويخش بيها أرضية الملعب لأنه إحساسه الشخصي إنه هو لعيب كبير وما يصحش إنه هو يشتت طب واقف فين علي في الحتة دي في الست يارضا وعلي معلول هو مش محتاج يسمع مني الكلام ده إنه هو لعيب كبير لكن إحنا بنشرح لحضراتكم في المنطقة دي علي مفيش كورة إطلاقا تقف على الإطلاق أو تحاول تروضها أقف أقف لما توصل الكورة وهو حواليه أربعة أزرق أربعة أزرق أربعة أزرق هزا وهي جاية كده لازم يحط وش رجله ويشيل ساروخ 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 لكن هو عشان عنده ثقة كبيرة أوي أوي في قدم اليسرى ففكر أنه هو يطوعها تحت رجله وبعدين ينقلها إلى الزميل ولم يكن قرار موفق على الإطلاق ده بالنسبة لهذا الهدف نروح للهدف الثاني بتاع بيراميدز طبعا هنا أنا بحمل أيضا الشناوي المسؤولية ليه؟ واحد يقولي ده الشناوي بعيد أوي لما هتتعاد الكورة قدامك هتجد أن علي طبعا هنا الشناوي عمال يزع طبعا علي معلول هنا ما هو الشايف إيريك تراوري إيريك تراوري في ظهره وإحنا دايما نقول إيه؟ الحارس يتحدث لأن الحارس الوحيد اللي بوشه هو اللي شايف الملعب كله هنا علي مش شايف إيريك مش شايفه هنا الشناوي لازم يقوله شيل أو هناك اتفاقات واقف واقف إيريك عسلنا واقف بص هنا جاي من وراء هو علي عينه على الكورة ما هو الشايف إيريك تراوري إيريك ناصح إيريك ناصح قبل كده أخد كورة من الشناوي لو تفتكروا على خط المرمى وحطها بتوقع برضو عالي على ما تذكر كان هو يعني هنا عين علي على الكورة مش على إيريك برضو هنا علي عنده ثقة زيادة في إمكانياته فمش عايز يشتت طبعا هو لو كان الشناوي يكلمه كان يحط راسه فيها في آخر الشارع برا كورنر بتاع أي حاجة لكن مش دي خالص إنما الشناوي كان لابد إنه هو عشان هو شايف إن إيريك جاي من وراء وضاغط عليه كان لازم يكلمه أهو شايف الشناوي هنا شايف علم الشايف وبالتالي علي ثقة في قدراته بيسندها للشناوي طبعا السندة كمان ما كانتش في المتناول وبالتالي قدر إنه هو يخطفها ويسجل هدف عزيز جدا ويؤكد تفوق فيرامدس في هذه المباراة مبدئيا جلا من لا يخطئ جلا من لا يخطئ وطبعا حسنا فعل الموقع الرسمي لنادي الآلي في تدعيمه طبعا لعلي معلول وإحنا من هنا بندعمه ده أكيد مليون المية من منطلق جلا من لا يخطئ لكن لازم نؤكد على علي وعلى غير علي فيما يتعلق تحديدا باللاعبين اللي بيتوجدوا داخل منطقة جزاء فرقتهم في كور فيها احتمالية المشاركة من المنافس مش عيب إطلاقا إن انت تشيل أكبر لعيبة في العالم في الحتة دي بيشيل حتى لو شكلها بلدي الشيلة وطلعت منك ضربة روكنية طلعت زي ما تطلع هتبقى أفضل مليون مار يعني بص قد الماتشل قدامك ده في فيوتشر ده مطلع زي مطلع من على خط المرمى أنا جايب لك شوية حاجات بقى العلي عشان ندعمه تدعيم حقيقي يعني هنا كانت النتيجة واحد سفر برافو يا علي آدي علي معلول برضو للناس اللي نظروا عليه وجايب لكو برضو لقطات وأهداف لعلي والكلام ده كله ده مهم جدا يعني مع الأسف إن علي معلول أفل الأكاونت بتاعه على انستجرام من كتر الهجوم اللي حصل عليه وده ما يصحش وده ما يصحش على الإطلاق على الإطلاق إحنا عبنا كجمهور إن إحنا بننسى كل حاجة حلوة وما بنفتكرش إلا حاجة ما كانش فيها توفيق أو إلى آخره وده غلط ده علي معلول اللي إحنا النهاردة بندعمه بندعمه مش عشان هو لاعب النادي الأهلي لا بندعمه على إن هو لاعب عظيم ولاعب مجيد ولاعب أضاف نقاط ونقاط ونقاط لفريقه في أحلك الظروف والأوقات وهذا الشرح اللي أنا بتكلم فيه لا دخل له على الإطلاق بمباراة الأهلي والزمالك بتاعت بعد بكرة عشان ما حدش يعلق ويعمل ويساوي إحنا هنا بندعم موقف لاعب عظيم طلع أهلي طلع زمالك زي ما يطلع زي ما يطلع إحنا بندعم وبنرسي مبدأ مبدأ إنه لما يبع عندك لاعب عظيم ما ينفعش إطلاقا تهاجمه هجوم قاسي جدا اللي خطأ هو ارتكبه لأنه محدش ما بيغلاطش لكن عليك إن أنت تتفرج وتشوف هو عملك إيه هذا اللاعب على مدار موسم وعلى مدار مواسم ما ينفعش جمهور السوشيال ميديا إنه هو يبقى بهذا الشكل ده جاب تلت نقط لإمبي للأهلي أمام إمبي بعدما كان الأهلي خسران جاب هدفين كان هدف مصطفى شالبي لو تفتكروا وجاب هدفين وجاب تلت نقط في آخر خمس دقائق في الوقت الضايع وأيضا أمام المحلة في الوقت الضايع إزاي يا جماعة تنسوا الكلام ده كل ما ينفعش ولازم الجمهور بشكل عام يفهم آدي ماتش إمبي اللي الأهلي كان موقفه معقد للغاية للغاية إدر علي معلول إنه يجيب هدفين واحد في الوقت الأصلي واحد في الوقت الإضافي وياخد تلت نقاط في الديها تسعة وتمانين وبعدين في الديها حاجة وتسعين حاجة جميلة 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 ما ينفعش تنسوا الكلام ده كله وتكون النتيجة إن انتوا تهجموا هذا اللعب الكبير هذا الهجوم الحقيقة اللي ما كانش أبدا يستحقه من جانب حضراتكم ده موقف من جانبنا هنا كبرنامج مش بندعم النادي الأهلي عشان الكلام يبقى واضح ومش بندعم علي معلول الباكليفت بتاع النادي الأهلي ومش بندعم مباراة الأهلي والزمالك بتاعة كاس مصر ملناش داخل بيها خالص نحن ندعم موقف أخلاقي جات الظروف إنه يجي في هذا التوقيت لو استنينا الإسبوع الجاي الخبر هيبات مش هيبقى له طعم فلازم نشرحه النهاردة في أول ظهور لنا هذا الإسبوع هذا هو الأمر عشان نوجه الجماهير بتاعتنا ما ينفعش ما ينفعش يعني أنا أمكن ما جدش فرصة أن أنا أتكلم على الحارس بتاع الاتحاد السكندري كنت غايب أحمد يحيا وبالتالي كل الزبلة طبعا تحدثوا واستفادوا في هذا الأمر وبالتالي أي كلام من جانبي هيبقى كلام ملوش معنى حتى جمهور النادي الأهلي ساند هذا اللاعب في مبارات بيرامز وهتف له دي الأخلاقيات لكن مع الأسف في نهاية مبارات بيرامز الجمهور هتف ضد لعبت النادي الأهلي لعبته مش ده اللي إحنا بستنينه على الإطلاق طبعا ده المشهد بتاع اللاعب طبعا قتل بحسن لكن جديد في الموضوع أنه النهاردة بعاتلي الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي للتحاد السكندري أنه الجمهور هتف لروح أخو هذا اللاعب اللي توفى قبل المباراة بيومين وأصر اللاعب على المشاركة عارضوا لكم دلوقتي برضو تسمعوا صوت الجمهور سمعنا يا حبيب سمعنا سعيد موسيقى موسيقى المباراة ويخرج باكيا فين القيم بتاعتنا ندور عليها من تاني يا رب نلاقيها حوار اخر ولكن بعد الفاصل موسيقى موسيقى وصل بسلامة الله روي فيتوريا البرتغالي المكلف بقيادة المنتخب الوطني المصري لمدة اربع مواسم قادمة بمشيئة الرحمن روي فيتوريا كلنا عارفين اهم يعني خطواته التدريبية ممكن اخر حاجة فيما يتعلق بنادي بنفيكا البرتغالي ثم نادي النصر السعودي دي طبعا لقطات لروي فيتوريا خلينا نقول من البداية كده ان احنا مساندين وبمنتهى القوة لهذا المدير الفني الكبير من اجل ان شاء الله تحقيق حلم الملايين في مشاهدة منتخب وطني يليق باسم مصر عندنا الحقيقة معلومات مهمة جدا عن شخصية هذا الرجل كعادتنا نحب ان احنا ننفرد بيها مع حضراتكم وطبعا هذه المعلومات استقناها من اصدقائنا في المملكة العربية السعودية ممن تعملوا عن قرب مع هذا المدير الفني بداية فيتوريا شخص هادئ وليس شخصية صدامية دمه خفيف بيندمج مع الناس بسرعة يعني راجل عشري فيتوريا شخص زكي جدا جدا اللي بنقوله ده زي ما قلت جايبينه من الناس اللي اتعاملوا معاه داخل نادي النصر السعودي لمدة ليست بالقصير فيتوريا شخص زكي جدا ما بيعجبهوش الحال المايل بيفوت مرة واتنين لكن لما بيقلب على حد انسى انه هو يسمحه صعب جدا انه هو يتعامل مع حد هو قرر انه يقلب عليه ودي رسالة اولى للاعبين قبل اي حد تاني كل لاعب ياخد باله من تصرفاته معاه وبين ان الصفة دي بشكل عام في المدربين البرتغال يعني كانت موجودة في كروش ايضا وعشان فيتوريا شخص زكي زي ما قلت لكم فهو مارن مع الادارات يعني بيعرف ياخد ويدي ويعرف يماين ويعرف يطبخ معاهم اي حاجة من غير ما يحسس اللعيب بس المهم يكون هو مقتنع بوجهة نظر الادارة في الحاجة اللي هي عاوزاها منه من الناحية الفنية فيتوريا من ملوك طريقة اربعة واحد اربعة واحد بيعرف يضغط بشكل يخليك تنهج وانت بتتفرج على الفرقة بتاعته كان بيعمل ده في النصر السعودي وبيتعب اي فرقة بتلعب قدامه من خلال الضغط والضغط ده محتاج لياقة بدنية عالية ودي رسالة تانية للعيبة لياقة بدنية عالية فيتوريا بيحب قوي اللعيبة البدنية اللي بتجري كتير اللي لياقتها عالية وقوية بيفضلهم عن اللاعبين المهاريين كلام ده ممكن حد يشوفه النعيب لكن في الكرة الحديثة هي اي مع اللياقة البدنية العالية يعني اللاعب اللي بيعتمد على مهارته مقتنع ان مهارته لوحديها كفاية مش هيكل عيش مع فيتوريا ودي رسالة تالتة للعيبة اذا كان عندنا لعيبة فاكرة ان مهارتها هتلعبها وخلاص ده مش هيحصل مع فيتوريا فيتوريا يحط الطريقة اللي تناسب قدرات اللاعبين فيتوريا مرتبه هو ومساعدين اجانب 200 الف يورو شهريا وبيوصل ل290 الف يورو في الشهر يعني حوالي 3.5 مليون يورو في السنة بعد الضرايب والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله يعني هو هياخد في ايده شهريا في حدود 3 مليون جنيه مصري و300 400 الف حاجة كده يعني السؤال هنا احنا متعقدين معاه 4 سنين طيب ماذا لو فشل لقدر الله في التأهول لانهايات امم افريقيا هل اتحاد الكورة هيستحمل غضب السوشيال ميديا اللي بقت مع الاسف مؤثرة في قراراتنا طب لو فشل في الفوز ببطولة امم افريقيا مرتين هل هنستحمله الاربع سنين حازم امام عضو المجلس قال ان النتائج فيتوريا مش هتؤثر على مسيرته مع المنتخب وان حسابه على كسل علم بس اعتقد الكلام ده هيبقى صعب جدا نتمنى طبعا ان لا يحدث يعني لكن صعب اوي 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 اخفاق مش حلو في امم افريقيا والناس هتتقبل الموضوع ده صعب جدا صعب ان انا اقول ان احنا سنة 22 مش هنبص الفيتوريا اللي في كسل علم 2026 صعب الحكاية دي جدا 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 فيتوريا اسم كبير اكيد بس دي اسئلة لازم اتحاد الكورة يفكر فيها ويعمل حسابه عليها لان حكاية المشروع دي الجمهور مش متعود عليها الجمهور طول ما انت بتكسب هو معاك لما بتخسر ما بيعرفاكش خصوصا اذا كانت خسارة ورا خسارة او خسارة غير متوقعة وبالتالي اتحاد الكورة وفيتوريا لازم يشرحوا للناس مشروعهم بالتفصيل عشان الجمهور يقف معاهم ويسندهم السؤال هنا هل اتحاد الكورة عنده الفلوس دي كلها بتتكلم دلوقتي في مبالغ كبير بتتكلم في جلاتنبرج بتاع التحكيم ده جاي هياخد رقم بتتكلم على بياخد نص مليون دولار بالضراب بتاعته في السنة بتتكلم على فيتوريا بالرقم اللي انا قلته من شوية بتتكلم على مدير فني هيجيبوله المنتخب الأولمبي بيقولوا دلوقتي ان جريدو اللي كان مدرب النادي الاهلي هو اقوى المرشحين للمنتخب الأولمبي حاليا الخبر ده حالا دلوقتي حالا ان الكلام وانا بتكلم دلوقتي مع حضراتكم اتقال انه جريدو المدير الفني السابق او الاسبق للنادي الاهلي هو اقوى المرشحين لقيادة المنتخب الأولمبي المصري جريدو اذا انت بتتكلم على مطور تحكيم انجليزي بتتكلم على مدير فني للمنتخب الاول بورتغالي بتتكلم على مدير فني للمنتخب الأولمبي اسباني اللي هو جريدو وما ذننا نتحدث عن مدير فني للاتحاد المصري اللي هما قالوا عليه هيجي خواجة ويمكن انا قلت قبل كده ده جريدو كلكم عارفين وجريدو مدير فني كبير مفيش كلام يعني والفكرة انه انت عايز تطور الكورة فجايب اربع خبراء اجانب طبعا ماليا الرقم كبير انت بتتكلم تقريبا الشيلة دي على بعضها بتتكلم في مش اقل من 6 مليون دولار سنويا يعني بتتكلم في حوالي 110 مليون جنيه مصري سنويا يعني بتتكلم في حوالي 11 مليون جنيه مصري شهريا ده الرقم خلي بالك غير مرتبات باقي الاجهزة الفنية بقى المعاونة لان عندنا منتخبين ولسه منتخبين تانيين يعني لسه فيه ارقام اخرى هتتدفع السؤال هنا هل وضارة الشباب والرياضة وده سؤال موجه للدكتور المحترم اشرف صبحي هيساهم هاته 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 الارقام المالية العالية ده سؤال مهم وهذه يعني التوضيحات مؤكد اجابتها مش هتيجي الا من الوزير شخصيا هل امكانيات اتحاد الكورة تقدر تغطي الارقام المالية دي اه كويس ان انا عايز اطور وعايز 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 بس هل عندي فلوس لده ما في النهاية الامر بيعتمد على قدرتك المادية يعني وهل الدولة مسؤولة عن هذا التدعيم ده سؤال تاني وكان قبل كده الوزير كان نصرح معايا قبل كده الحقيقة في حديث سابق ان هو بيدعم هذا المشروع بشكل او باخر يعني برضو هنا مهم اوي ان انا اقول حاجة شايفها ما ينفعش ما تتقلش هل فيتوريا او هل جاريدو هيقدروا يطوروا تطوير حقيقي في مستوى القماشة اللي عندنا دلوقتي ده سؤال مهم جدا يعني كوبر لما جاي اشتغل اشتغل مع المجموعة اللي رحنا رحنا بيها كاس عالم ولعبنا نهاية امم افريقيا واتغلبنا امام الكاميرا لو تفتكروا هل احنا استمتعنا بكرة قدم حقيقية مع كوبر اجابة لا كلنا كنا بنتكلم على انه طرق دفاعية وان اللعب بيبتهجمش وان كده بس اصفنا رحنا كاس العالم بس ما رحنا كاس العالم عملنا ايه ولا حاجة كان شكلنا مش حلو اطلاق اطلاق طب لو رحنا مع كيروش هل كيروش قدم كرة قدم حقيقية مقنعة لجبلة عشان نكون طحين لكن وصلنا لنهاية امم افريقيا وكان قبق قوسائنا وقدم من الحصول عليها ووصلنا ايضا الى اخر محطة في اتاه لكاس العالم وفي الماتش ده وفي الماتش ده لعبنا اكسترا تايم وخرجنا بضربات الترجيح انما هل قدروا سواء كوبر او كيروش ان هما يقدمو لنا منتخب حقيقي انا قلت قبل كده احنا مش احسن من السنغال السنغال احسن مننا الكاميرون احسن مننا نيجيريا احسن مننا كود فور احسن مننا احنا عدنا كل دول بس عدناهم بايه بطرق دفاعية بحتة ولا وجود لاداء هجومي حقيقي ينبئ عن منتخب عالي لا ما فيش اذا اذا يبقى السؤال هل فيتوريا وجريدو لديهم قماشة حقيقية يقدموا من خلالها كرة قدم فاخرة ولا هنفضل نشتغل على الطرق الدفاعية واعمل حيطة يا ولد ولما نجيب قوت نسقف ولما نقلش قدام الجن نسقف لغاية لما نوصل للنهائي هنا او هنا هو ده السؤال عشان تبقى عارف يعني على فكرة كاس العالم عشرين ستة وعشرين افريقيا تسع مقاعد ونص يعني مش خمس مقاعد تسع مقاعد ونص يعني تبقى مصيبة بقى لو ما روحنش كاس العالم تسع مقاعد ونص يعني المرة دي كنا عشر فرق وصل منهم خمس المرة الجاية تسع مقاعد ونص عايز الحق اذا عايز تبني كرة قدم في مصر بجدة حقيقة اعمل مشروع بمعنى مشروع يعني ايه مشروع يعني ابتدي السلم من تحت خالص تلات تاشر واربعتاشر وخمستاشر سنة اللي انا اتكلمت فيه من اسبوعين لو تفتكروا ونصبر زي ما المانيا عملت وانجلترا عملت والدول العظيمة دي عملت وبلجيكا ايضا عملت واصبحت من مصنفين العظام دلوقتي في العالم وشرح اسبانيا لكن اللي فوق دول احنا هنلص منشتغل واحنا ونصبنا وشطارة المدير الفني عشان كده بتكلم الارقام المالية اللي بتدفع دي نتمنى يكون لها مرضوط حقيقي على كرة القدم المصري وبرضو سريعا كده كنت قلت بكده المدير الفني اللي هو هنا الفيتوريا الجديد ده ليه ما يتولاش مدير الفني اللي ابتحاد في نفس الوقت موطول السنة بقعت فاضل على فكرة الماتشين بتوع سبتمبر دول يوم الجمعة الجاية هيبقى في قرار هيتأجله لشهر مارس خلاص ما عشتبه عارفين يعني واجندة مارس هتتلعب في يونيو اللي جاي ده خبر لحضراتكم يعني واضحة دي يا جماعة وبالتالي فيتوريا طلب ان يلعب ماتشات ودي ماتشين وديين بدل اللي اللي كون هنلعبهم رسمي مع ملاوي في شهر سبتمبر وطلب كمان ان هو يشوف ماتشات ل المنتخب عشان لألفين وثلاثة موليد ألفين وثلاثة عشان على ستة وعشرين ألفين وثلاثة دول هيبقوا هما في السن المطلوب يعني اذا عشان تبني منتخب حقيقي قولا واحدا انت محتاج تشتغل من تحت اكتر ما تشتغل من فوق طيب ده بالنسبة لفيتوريا اه انا اددتكم فكرة عن صفاته الشخصية طبعا بكرا ان شاء الله ساعة اثنين الدهر في احد الفنادق الكبرى هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم هذا الرجل وبعدين هيسافر هو على طول يوم الاتنين اللي جاي بس هيرجع امتى لسه لم يحدد بعد موعد عودته ان شاء الله وباي ذا واي انه هذا المؤتمر هيتم بثه مباشرة على قنواتنا طبعا ان تايم سبورتس ده اكيد وهيتفرج يوم الخميس على مباراة الاهل والزمالك في استاد القاهرة كأول طلب يعنيه على الطبيعة طبعا على لعبة الاهل والزمالك يعني ده بالنسبة لده طيب والشيء بالشيء يذكر احنا طبعا هو يبقى فيه مساعد مصري معاه حتى الان لم يتم اختياره لانه جايب اربع مساعدين معاه الكلام بيقولوا ان الممكن هو محمد شوق شخصية جميلة ومحترمة جدا لكن هناك اسماء كثيرة مطروحة يعني فيه علاء ما يوم مطروح وفيه وقر يضم وفيه عادل مصطفى وفيه محمد شوق اسماء كثيرة هو ما يعرفش حد فيهم اكيد فيبدأ اختيار اتحاد الكورة يعني طيب نروح ل الشيء بالشيء يذكر مدير المنتخب الوطني هذا المنصب مهم جدا 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 عايزين ان يكون اختيار المدير الخاص بالمنتخب الوطني اختيار واقعي مدروس بعيدا عن الاسماء اللامعة او عن الاصدقاء ثاني هما طبعا المنصب ده كانوا جمدوه شوية مع ايهاب جلال لكن مع الراجل الخواجة ده مهم يبقى موجود لانه في النهاية هيتكلم عربي وهينقل الاتحاد الكورة وبتاعي بقى وصلة مهمة جدا بجلال راجل مصري بيعرف يتكلم مصري مع المجلس ومع الكلام ده كله لكن مع هذا الرجل محتاج حد هكون صريح الشلة الشلة اتفقت على اسم شخص معين انا عارف وهو عضو مجلس ادارة احد الاندية اللي موجودة في الدولة الممتاز ولكن بلا خبرات ولكن بلا خبرات هو رجل صديق لللي بيحطه الترشحات وبالتالي حيزقوه وانا عندي اسمه بس ما ينفعش اقول لكن لازم اقول كده عشان رسالتي توصل لهم عشان لما يحصل اغفاقي بقى احنا قلنا احنا في هذا المنصب محتاجين واحد تقيل واحد عنده خبرات عميقة واحد داس الشغلانة دي قبل كده مش داخل يدور فين كبس النور هو عارف مكانه هينور على طول لان ما ينفعش اطلاقا عضو مجلس ادارة نادي يشتغل مدير منتخب الوطن يا جماعة لمجرد ان هو صديق فلان او علان دي شغلانة بتحمل في طياتها مهام عظيمة للغاية وبالتالي انا كده اهو شاورت وكلامي وصل واصحابه فاهمين انا بقول ايه وبالتالي ارجوكم ما تخلوناش نتكلم كلام مش لطيف صحوبية هنا ملهاش قيمة اطلاقا في الحواة مش عشان صاحب فلان او علان هجيبه مدير المنتخب الوطن لا ساعتها هنجيبه بقى نفنطه بقى وتعال انت ايه واشتغلت ايه والحكاية والرواية وبتاع ونخليك تهتز في قرارك فمن اولها خد خطوتين لوارا وبعدين حكيت ان معايا شهادات ومشهادات ما لشهادات وما لخبرات في الشغلانة دي ما لخبرات في الشغلانة دي الشغلانة تانية خالص خلي بالك كان اعلن اعلن مباشرة مكان إقامة المنتخب كان بيدعم ملعب المباراة هل أخترتوني أنا أندي كونيه كمنسق أمني بهذا الأمر ساعتها كنت أخطر الفيفا كان هيتدخل فوراً وين المنتخب لفندق قريب لما بعثت المنتخب وجدت صعوبة في الوصول للملعب بسبب الزحام وما فيش تأمين من الأمن السنغالي مع أوتوبيس المنتخب كان لازم تبلغ المنسق الأمني كانوا يقدروا يقفوا في الطريق يصوروا المشهد يرسلوا للمنسق الأمني كمان كان لازم يبلغوا المنسق الأمني ومراقب المباراة بكم أقلام الليزر اللي كانت موجودة في الملعب قبل الماتش وأثناء المباراة لما كانت الجامير السنغالية بتوجه أشعة الليزر على عيون اللعيبة كان لازم اللعيبة توقف وتعمل مشكلة ولو كان لاعب زي محمد صلاح وده نجم عالمي وقف أثناء تسديد ضربة جزاء ورافض التسديد بسبب الليزر الموجه لعينه كان لابد من اتخاذ موقف من مراقب المباراة والمنسق الأمن ولما الشناوي تعرض للقصف بزجاجة مية أثناء المباراة وقع وما قامش كانت هتحصل مشكلة وكان مراقب المباراة سجل ده في تقريره لكن كل ده ما حصلش بسبب قلة الخبرة في التعامل مع هذه المواقف كلام اللي أنا بقوله ده كله مش على لساني ده على لسان أندي كونيه وهو الليبيري المنصق الأمني قالوا له طب انتا مش شفتش الكلام ده قال لهم شفتوا كله بس هو انتوا اشتكيتوا ما انتم وفقين ده الشناوي أخد إزازة في ظهره رقام يضحك هي دي الخبرة اللي احنا بنتكلم عليها الخبرة في التعامل لابد عندنا جهاز إداري محترم للمنتخب وعندنا منصق أمني محترم للمنتخب لكن هتجيبوا بقى فلان الفلاني في منصب مدير المنتخب لأنه صاحبكم وما عندوش أي خبرة في المنصب الحساس ده وعايزين تجملوه بلاش تجملوه على حساب المنتخب وبعدين هو بيشتغل في نديق ايه ده عضو مجلس إدارة في نديق سبو سبوه في النادي بتاعه ما تقربولوش على الإطلاق ولو ده حصل هدينا قولنا ونزيع الحتة دي قادي الأزايزة لأنه ما فيش خبرات يا راجل ده احنا بنلعب هنا ماتش اللي تعدى اللي كنا نروح فيه كاس عالم لمجرد النطوبة اترمت من مدرجات الدرجة الثالثة لو تفتكروا عملوا عليها فيلم عربي بتاع ماتش زين مصر وزين بابوي كانت النتيجة ان احنا اتعادل ماتش في اليون وخرجنا من امكانية التأهل لكاس العالم مش كل اللي حصل لينا ده مش كل اللي حصل لينا ده ده ليه؟ لانعدام الخبرات الإدارية هذا هو الأمر يبقى احنا لابد يبقى عندنا مدير منتخب من ذوي الخبرات العميقة الحقيقية بعيدا عن الصحوبية والشلالية كلامي واضح ويبقى عندنا ايضا منسق أمني منسق أمني شاطر بيعرف يحط الموعيد بيعرف يشوف الطيران بيعرف يأمن الملعب بيعرف بيعرف عنده خبرات في هذا الأمر وعندنا من هذه النوعية كفاءات عظيمة جدا 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 وما ينفعش كمان المنسق الإعلامي يبقى صحفي وما ده الشغال في الجريدة بتاعته لان لازم المنتخب ده يبقى صندوق مقفول صندوق مقفول لكن النهاردة لو انا جايب منسق إعلامي صحفي وشغال في الجريدة بتاعته فتحت العملية على البحر فتحت يعني النهاردة الراجل اللي المسك الإعلامي في اتحاد الكورة اللي هو أسامة اسماعيل السابق واخد أجازة كم من الجورنان بتاعه ومن الأهرام ما ينفعش يبقى هنا وهنا ما ينفعش هذا هو الأمر طيب ده بالنسبة لهذا الموضوع على ذكر اتحاد الكورة بقى كلام طلع انه نادي بيرامدز كان قد تقدم بشكوى للاتحاد المصري لكورة القدم فيما يتعلق بما اعلنوا اتحاد الكورة انه هو أخطر الاتحاد الافريقي بالأربع فرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالي كلنا عارفين ان يوم عشرة شهردة اتحاد الكورة كان قال انه هو أخطر الاتحاد الافريقي ان الاهل والزمالك هيلعبوا في دوري الأبطال وان بيرامدز وفيوتشر هيلعبوا في الكونفيدرالي وده بناء على ترتيب جدول نهاية الدور الأول سألنا في بيرامدز هل بالفعل انتوا لانه طلع بقى واحد من اتحاد الكورة قال ان بيرامدز ما اشتكتش على الاطلاق فريق الاعداد عندنا اتصل بمسؤولي بيرامدز قالوا لا احنا بعثنا من فترة وقلنا انه لابد ان تكون هناك آلية عادلة لاختيار الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالي طبعا بيرامدز بيكلم من منطلق ان هو بيزاحم على المشاركة في دوري الأبطال هو النهاردة في المركز الثاني اتحاد الكورة وفقا للكلام بعد لكن هنا يبقى السؤال زي ما انا قلت بكده وانا اثار اول واحد اثار هذا الموضوع هو هذا البرنامج لو تتذكروا يعني بعد كده كل زملائنا الاعزاء يشتغلوا على اللي احنا دايما بنقوله في الاول يعني طيب هنا يبقى السؤال هل الاتحاد الافريقي والاتحاد الكورة قال لك ايه قال لك ان اتحاد الافريقي ما طلبش مننا اي معايير ولا اي حاجة ولا احتاج على اللي احنا بعتناه على الاطلاق خلي بالك لسه الاتحاد الافريقي لم يقرر بعد يعني اخر الشهر ده هيقرر اسماء الفرق نهاردة فيراميز قالولنا انه هم هيبعتوا للاتحاد الافريقي عبر اتحاد الكورة بيطلبوا فيه بعدم اعتماد الاندية الاربعة اللي سبق ارسالها من جانب اتحاد الكورة طب الاتحاد الافريقي هيتصرف ازاي زي ما انا قلت قبل كده عشان ما فيش ليحة بتقول اذا الدوري امتد هنعمل ايه ما حطوش ليحة واحنا عارفين من الاول ان الدوري لسه قدامه شوية حلوين وليحتنا لا يوجد فيها اي معايير خاصة بالمشاركات الافريقي خالص زي ما شرحت قبل كده كان فيه ما يسمى بالجدارة الرياضية وشلوها وشلوها وبالتالي الكاف هيطلب الليح مش هيلاقي ليحة مش هيلاقي ليحة وبالتالي بيراميز خلاص مبلغ الكاف ان عنده مشكلة والحكاية والرواية الكاف هيتصرف ازاي خلي بالك حتى هذه اللحظة لا شيء مضمون على الاطلاق انا عارف انا بقول لكم ايه طب خدي قد قد بقول قد اتحاد الافريقي يقول احنا عندنا اخر معاد اخر الشهر ده عشان مفترض نعرف مين المشارك في دور الابطال ومين مشارك في الكون فيدرالي ممكن جدا الاتحاد الافريقي يقول لهم ايه يقول لاتحاد الكور ابعت لي اخر ترتيب عندك يكون الفرق كلها لعبة لعبة عدد متساوي من المباريات طب عارفين التاريخ ده امتى يوم 28 الشهر يوم 28 الشهر ده هتكون كل الفرق لعبة 27 مبرأة او الاهل لسه هيبقاله لسه متشين دي هيدين مشكلة من الاهل لسه هيبقاله متشين وبالتالي هو ربما يطلب على اخر الشهر ده الجدول زي ما هو على اخر الشهر ده وهو يقرر ربما 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 كمان مرة هو يحط بند الجدارة الرياضية جايز اللي كان مطبق قبل كده وانا شرحته قبل كده ان انت النهاردة مع نهاية الشهر بتيجي تشوف عدد النقاط على عدد المباريات اللي انت لعبتها سين عندك اربع فرق بتتنافس او خمسة بيتنافسه عدد النقاط على عدد المباريات عندك ستين نقطة ولعبت ستة وعشر مباراة ستين على ستة وعشر يساوي اللي بعده عنده تمانية وخمسة نقطة ولعب مثلا اربع وعشر مثلا اربع وعشر مباراة كذا على كذا يساوي ياخده اكبر اكبر نواتج اربع فرق اللي اتنين اللي اقولين يبقى دوري ابطال والتنين تنين بقى ممكن يحصل ده وممكن جدا يعتمدوا القرار بتاع اتحاد الكورة انه اهل وزمالك دوري ابطال بيرامد زواء في يوتشار كونفدرال الله اعلم انا دايما عندي شيء قاطع بقولك قاطع 100% لكن هذا الامر مدالة معلقا حتى هذه اللحظة ممتاز ماذا عن الاهل والزمالك والاستعدادات المكثفة لمباراة القمة قمة كأس مصر وحكم هذه المباراة نتحدث ولكن بعد الفاصل وكلمة ترجمة مصر ر pal خلية ماذا عنق من العز� قبل افضل بحث طبعا مباراة القمة كاس مصر النهائي أهلي زمالكي حديث الساعة مؤكد فيما يتعلق بهذه المباراة تحكميا سيدرها الحكم البولندي الدولي سيمون بارتشنياك سيمون عنده 41 سنة هو طبعا بولندي الجنسية وهو دولي من عام 2011 سيمون بارتشنياك شارك في كاس العالم 2018 اللي احنا كنا فيها مرشح للمشاركة في كاس العالم 2022 لعب 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا أبرز المباراة اللي قدرها في دوري الأبطال ليفر بول وإنتر ميلا في دوري الستاشر ريال مادريد وتشيلسي في دوري الثمانية ليفر بول وفيا ريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حكم كمان نهائي كاس الملك السعودي 2021 21-21-22 أيضا أدار مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كاس العرب اللي احتسب خلالها 9 دقائق وقت بدل من الضائع ولكنه أنهاها بعد 19 دقيقة نتيجة طبعا فقدان وقت آخر إذن هذا الحكم البولندي حكم كبير وحكم عنده سي في محترم جدا وحكم حكم مباريات صعبة للغاية وأطرفها من أباطرة كرة القدم في العالم إذن هو مشهود له بكفاءة عالية جدا وبالتالي إن شاء الله سيدير لقاء القمة يوم الخميس على أعلى مستوى إن شاء الله نهار دا كان فيه اجتماع تحضيري في مكتب المدير التنفيذ الاتحاد الكرة وتنصيق خاص بهذه المباراة ونادي الأهلي هيلبس زيه الرسمي التقليدي تشيرته الأحمر بينما هيرتدي نادي الزمالك تشيرت مخالف السبب إنه ترتيب مباراة الأهلي في الأرعى رقم 39 ترتيب مباراة الزمالك الأربعين وبالتالي المباراة للنادي الأهلي هو اللي هيرتدي الزي الخاص به الرسمي بتاعه دي كانت آخر مباراة طبعا جمعت الفريقين وانتهت طبعا زي ما كلنا بعارفين بالتعادل اتنين اتنين الاجتماع التنسيقي النهاردة كان بحضور العميد علاء صلاح الدين واللي هو هاني عبادة دول مندوب نادياي الأهلي والزمالك بجانب ممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة والرعاء والمسؤولين عن تذاكر المباراة برضو وفقا لشركة تسكارتي تعرضت خمس تلاف تسكرة الفين وخمسمية لمشجعي الأهلي وزيهم لمشجعي الزمالك ونفذت التذاكر عن آخرها كلنا عارفين ان المباراة هتبقى الساعة تسعة يوم الخميس ان شاء الله بعد بكرة اذا انتهت بالتعادل هنلعب وقت اضافي مدته نصف ساعة على شوطين وبعد كده اذا استمر التعادل بندروح الى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء نتمنى يا رب ان شاء الله تكون مباراة حلوة بكرة استعرض لكم بقى مشوار نهايات الكاس اللي حصلت بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ ان شاء الله اخر حاجة مسألة عبدالله السعيد والتنين مليون دولار الغرامة الموقعة عليه لصالح النادي الاهلي وحجز النادي الاهلي على ارصدة عبدالله السعيد في البنوك النهاردة طلع لأستاذ محمد عثمان مستشاري قانون النادي الاهلي وقال ان المحكمة الرياضية رفضت رفع الحجز عن ارصدة عبدالله السعيد طلع محامي عبدالله السعيد قال هذا كلام عاري تماما عن الصحة ولم يصدر من المحكمة الرياضية اي قرارات بهذا الشأن وان احنا مشتكيين النادي الاهلي كلام كتير انا عايز بس اقول للطرفين ان لا الاعلام هو اللي هيحل ولا السوشال ميدي هي اللي هتحل خلينا ننتظر ونشوف القرارات النهائية من المحكمة الرياضية دي اللي هتمشي على القاسي وايضا الداني اخر حاجة عندي فيما يتعلق طبعا بمران نادي الزمالك استعدادا للقاء القيم اجتمع المستشار مرتضة منصور بالفريق وبحث مع امير مرتضى زيادة حوافز الفريق خلال المباريات القادمة في الدوري عشان يحافظ على بطول الدرع الدوري وتحدث مع اللاعبين عن ان الكورة اصبحت في ملعبهم وان هو كمان عايز يحصد لقب كاس مصر عشان يضاف الى رصيد النادي والى رصيد اللاعب جاهز الطبي بيحاول تجهيز عمر السعيد ويوسف اسامة نبي ومحمد حسام بيسو على اساس ان هم يلحقوا بهذه المباراة في المقابل ادى السناي محمد عبد الشافي وسيف فاروق جعفر تدريبات بدنية خاصة على هامش مران اليوم تحت اشراف فليب اندري سوزا مدرب الاحمال لكن غابوا عن المشاركة في التأسيمة الفنية ده فيما يتعلق بنادي الزماني اخيرا بالنسبة لمصطفى محمد خلاص مصطفى محمد كده اصبح لاعبا في نادي نونت الفرنسي عملوا العقد بتاعه خلاص ما بين جلطة سراي وبين النادي الفرنسي هي اعارة بنية البيع والغريب في الموضوع انه نادي جلطة سراي لم يستفد اطلاقا بصفقة مصطفى محمد ماديا خالص يعني اللي دفعه تقريبا هو اللي حصاله تقريبا بعدما يبيعه يعني تقريبا المصير في الامر انه مصطفى محمد اول مباراة سيشارك فيها اذا قرر ذلك المدير الفني بتاع نانت هتكون قدام مين بقى قدام باريس سان جرمان في السوبر الفرنسي يعني قدام ميسي قدام نيمار قدام بابي يا رب يلعب ونتفرق كلنا على الماتش ده يبقى حاجة حاجات الجميلة طبعا ودع النهاردة الفريق مصطفى محمد باكيا يعني باكا وهو بيودع زملائه وقال لهم انه هي اعارة وسيعود مرة تانية انه هو استمتع جدا بتواجده في جلطة سرعي يعني نروح بآخر حاجة عندنا خربيش وصيد الكاميرا ونبدأ اولا بالخربيش اول خربوش عندنا من مباراة سموحة والبنك الاهل واللي انتهت طبعا بفوز البنك الاهل فرقتين اتأخروا وايضا طاقم التحكيم عن نزول ارضية الملعب استاد اسكندرية عشان يبتدوا الشوت التاني وده استفز مجد الشيخ منجا مراقب المباراة من قبل لجنة المسابقات اللي راح للحكم عبدالعزيز السيد وطلبه بسرعة اعطاء الاوامر لبدء الشوت التاني خربوش التاني من مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كيلو باتر احد حميل الكرات من نشيء نادي المقولين رمى كرة تانية ارض الملعب اثناء احدى الهجمات الخطيرة لباس مرسي مهاجم سيراميكا عشان يفسد الهجمة ده ما يصحش ومش هيرميها من نفسه ومؤكد بالتعليمات من احد المسؤولين في الجهاز وده عيب 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 جدا يعني صد الكاميرا ومباراة الاتحاد السكندري والنادي المصري واللي انتهت بالتعادل بدون اهداف في الوقت المحتسب بدل من الضائع عبد المنصف نروح بقى الاراة حضراتكم من يقود هجوم الاهلي ومن يقود هجوم الزمالك في نهاي كأس مصر محمود سيد حمد الله على السلام يا جنرال الاعلام افتقدنا حلقاتك كل عام انت والأسرة البرنامج بخير منتظرين رؤيتك وتحليلك والانفراضات المميزة اعتقد ان الافضل لهجوم الاهلي محمد شريف وحسام حسن لكن المشكلة الحقيقة في اللي يوصلهم الكرة وما يعطلش اللعب الزمالك كما هو من شرقي والجزيل عبد الرحمن عامر بصراحة من وجهة نظري الاهلي يلعب من غير ناس حربة لانه ما عندوش مهاجمين اصلا ويكتفي بالتحول السريع من الدفاع الهجوم وربنا يكملها بالستر وما تبقاش فضيح احمد علي فراج بسانوار يا جنرال الاعلام العربي معاك احمد علي فراج من المينيا قرية تلأ من وجهة نظري التي لقيمة لها على الاطلاق حسام حسن وسيف الجزيري ومثيلة على حج ابراهيم فراج جنرال احلى مصر حسن مجاهد سأل خير يا كابتن متحة من وجهة نظري التي لقيمة لها على الاطلاق افضل مهاجم ان يبدأ في مدش القمة هو حسام حسن وسيف الجزير زياد محمود بسانوار كابتن متحة من رأي الاهلي يبقى محمد شريف لانه بيدير لقاء القمة بشكل ممتاز بس برضو لازم حسام حسن ينزل بديل ويخوض التجربة الزمالك سيف الجزيري من رأي وان شاء الله الكأس اهلاوي بودي عطية سانوار عليك كابتن متحة من وجهة نظري محمد شريف للأهلي والجزيري للزمالك واتمنى تعلق على الماتش ودينا واحدة برافو عليك احمد ابراهيم سانوار عليك يا جنرال الافضل للأهلي حسام حسن والزمالك سيف الجزيري هتمنى حيك تعلق على الماتش ده وينهر بيد عليك يا شلبوك عادل أشرف سانوار يا كابتن متحة من وجهة نظري التي لقيمة لها على الإطلاق محمد شريف هو اليقود هجوم النادي الآلي وحدة برافو عليك اخر تويتا معانا عبدالله محمود السلام عليكم يا جنرال اعلام انا من الرأي الذي له كل الاحترام ان الانسب هما حسام حسن وسيف الجزير مع الكابتن طار مصطفى وحوار كروي للغاية ولكن بعد الفاصل بسعدني اللقاء مع المدير الفني الكبير لفريق أولمبيك أسفي المغربي كابتن طار مصطفى بكبات المساء الأنوار سهلا الأنوار يا كابتن وانت بالصحة والسلام الحمد لله على السلامتك انت بقى قولي انت في أجازة ريبين دول اه في أجازة نهاية موسم اه بقول طبعا انا سعيد الاول بوجود معك كنت مرحة في اول زهور لايخ ده شيء يشرفني ويسعيدني الحاجة التانية الحمد لله دي أجازة في نهاية موسم بقولي الحمد لله والشكر لله لان موسم اخر عشر مباريات كنت معلومك أسفي الحمد لله ربنا كرمني ووفاني فيهم انا واللعيبة والمكتب وهو قدرت النادي والجمهور جهاز التب والفني والإداري فالحمد لله والشكر لله لان بقى قلومك أسفي كان مش عايز اقول المستحيل كان معجزة بالنسبة لنا ولكن الحمد لله اتحققت وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى انت رحت من بداية الموسم لا انا رحت تحديدا في 25 ثلاثة وكان فضل عشر مباريات اه هو هناك كم فرق الدوري 16 فريق 16 فريق كان فضل عشر مباريات كان فضل عشر مباريات العشر مباريات طبعا المباريات كلها هناك دوري قوي اه يعني دوري كله جماهيري ودوري قوي جدا والعشر مبارياتها كابتن ميت حتى انا ما بصيت في الجدول عشان كده بقول لحدك مش بس انجاز ده عجاز انك يما تلعب الوداد وتلعب الرجاء وتلعب تانجا وتلعب أجدير وتلعب المغرب الفاسي مش عايز انسى حد وشابة المحمدية عندها كلها عاملة مستوى كويس وعندها كبيرة وعندها جمارية ونادي قلوم بك أسف نادي كبير نادي ده لأكتر من 100 سنة احنا هنا ممكن عشان مش متابعين شوية الدوري المغربي ولكن الحمد لله الناس يما بيتواجد مدرب مصري بدأت ناس كتير جدا بيتتبعنا الحمد لله بناك الحمد لله والشكر الله هل النادي ده دايما بيتعرض للهبوط يعني مش دايما والله هو نادي كبير ونادي جماهيري ولكن السنة دي كانت الظروف كانت صعبة أكتر سنة كانت الظروف صعبة بالنسبة لهم نادي قلوم بك أسف كان في البطولة العربية الأخيرة ملعب اتحاد جدة وكسبان اتحاد جدة متعدل معاه وخسران 1-0 وخرج من البطولة من اتحاد جدة بطولة العربية الأخيرة اللي من كان موجود فيها ووس اللابل النهائي فانا شوف عشان كيه بقولك كبتميت حتى لا هناك الانديها كلها انديها جماهيرية وانديها وفي مدينة ايها كابتن طارق أسفي مدينة اسمها أسفي مدينة اسمها أسفي دي على بودة عندي مسهب من كذابلنكا ساعتين ونص ساعتين ونص ساعتين ونص من كذابلنكا مدينة تجارية زحمة ولا هادية مدينة جميلة مدينة شعبية الناس طيبين جدا والحمد لله على فكرة من أول يوم رحته في المدينة وفي حب وفي يعني تحس ان احنا يعني حبينا بعضينا انت اشتغلت بكذا في المغرب اشتغلت كتير اشتغلت في وادي زيم السريع وادي زيم وكان برضو تجربة نفس التجربة والحمد لله كانت نجحة وبرضو جددت مع مع وادي زيم سنة تانية بعد ما عادنا في الدوري وكان برضو وبرضو كانت صعبة جدا هناك وفي نفس الوقت اشتغلت برضو مع الدفاع الحسن الجديدي اه ده فريق شهير جدا ده اه فالحمد لله والشكر لله كابتن متحد يمكن انا المدينة دي وحبها لطريق مصطفى اه هو اللي خلاني ان انا اجدد اجدد سنة سنة تاني ان شاء الله اللي هي الموسم اللي جاي الموسم الجديد اه حبا في الناس وحبا للناس يعني انا بامشي في الشارع والناس هناك بتحبيني بطريقة غير طبعية شعبية النادي في المدينة شعبية جبيرة هو النادي الوحيد اللي في المدينة هو النادي الوحيد اللي في المدينة صح الشعبي تال ratings هنا ودال مصري هنا بالزبط ك اه فبالتالي هو ده اللي خلاني ان انا يعني رقم واحد خلتني ان انا اى اجدد خاصة ان انا كان عندي 3 علود من الاندية مخربية و 3 عروض من هنا للأمانة و 3 عروض من الدور المصري للموسم اللي جاي بالأمانة يعني وفي ناس كلموا معي وقعدت معاهم احتراماً لهم ولكن فضلت حب الناس أن أنا تواجد مع أمك أسف في الموسم الثاني إن شاء الله للموسم اللي جاي يعني أنا كنت أعرف أن أنت كنت حابب تشتغل في الدور المصري والدور المصري يمكن طبعاً الدور المصري طبعاً دوري قوي ودوري كبير ولكن أنا بالنسبة لي من أول ما بدأت التدريب يا كابتن متحط مع الكابتار إيحيا وسبع تامن سنين ودايما بشكره بالخير كابتار لأنه ليه فضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى اه اشتغلت ما فقدت ايه كابتن بدأنا في بدأنا الدور التاني أو آخر الدور الأولين آخر مطشين والدور التاني مع اسمانت السويس لو تفتكر كانوا درجة تانية وكانوا هينزلهم وروح تانى من نادي الزمال أنا دربت اسمانت سويس انا من سنين بالزبط كده فبالتالي عملنا معاهم الدور التاني مخسرناشا لمباراة واحدة وكسبنا كل المباراة وتعديلنا ثلاث مباراة عملنا حاجة بعد ما كانوا الأخيرة وقبل الأقيم بقوا رابع الدوري وروحنا بعد كده أنا وكان بطريق مصر المكسة رحنا لإنتاج الحربي الأول أول موسم في الإنتاج الحربي احنا واخدين خامس تقريبا أو سادس وعملنا برضو موسم كبير جدا وبعد كده ثلاث مواسم مع مصر المكسة خامس وسادس لغاية 2011 قبل كابتن إيهاب جلال اه بكتير وبعد كده احنا خلينا المكسة خامس وسادس دوري سنتين وراء بعد الموسم الثالث يما حصلت ثورة رحنا أنا وكان بطريق السعودية هجر السعودي وبعد كده رجعنا المكسة تاني وبعد كده رحت أنا مع كابتن حسن شحاتة الدفاع الحسن الجديدي اه انت أول رحلة لك في المغرب كانت مع كابتن حسن شحاتة وبشكره برضو من خلال حضارك لأنه لولا كابتن حسن شحاتة أنا من كنت شايبالية اسم ولا وجود في الدور المغرب طبعا طبعا جمهور المغرب يعرفك في الوقت ده طبعا فأنا بشكر الكابتن حسن لأنه كان سبب رئيسي إن أنا أبقى موجود بصراحة ما كملش وقتها الكابتن حسن وانت كملت رجعت أنا والكابتن حسن هنا على أساس أن الكابتن حسن خلاص مش هنكمل وكابتن حسن يمسك المأولين وكلمني كابتن حسن وقال لي رأيك قلت له أنا معاك كابتن حسن شوف اللي انت حضارك عايزou أنا معاك عايزني معاك في المأولين ما عنديش مشكلة ا苦 resolution بس أنا في المدرب العام ساعتها كان عودة لسه كان لها عودة لسه بيلعب كان لسه طالع فاهم عدرت المأولين طبعا جابت عودة مع كابتن حسن على أساس ابن النادي طبعا وكابتن حسن قال لي قلت له كابتن حسن أنا ما عنديش مشكلة أن أنا طريق مصطفى أنا رجل التاني أنا دايما عندي طموح ودايما عندي أهداف ودايما أنا بطلع السلي مبنزلهش فلو حدك محتاجني أنا رجل التاني لو حدك لو بشوف تمر الصحفي بطمر الصحفي أنا هابقى موجود وقاك مش في التمرين أنا اللي بقود التمرين حدك قاعد عدك أنا اللي جنبك على طول كل الأمور دي أنا بحددها من البداية عندك حال وبالتالي عشان ما حصلش فيها مشاكل فأنا كنت واضح وصريح ودايما أنا كابت المرحة أنا بشوف أن أنا عندي معرفش أنا بحس أن هي مشكلة في الوسط الرياضي أن أنا راجل عندي مبدأ وعندي كلمة وراجل صاحب أنا جددت مع أولومبيك أسف بالكلمة مع أنه عندي عروب كتير جدا والحمد لله لكن أنا قلت للناس أنا موجود معك فخلص أنا موجود فأنا بشوف أن دي ممكن تكون الناس كتير بتأخذها علي أن أنا واضح وصريح بالعكس 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 تماما وبالتالي بدأت بقى كمدير فني أول من بعد الدفاع الحسن الجديد بالظبط كده رجعت واشتغلت ومسكت ونجحت وبالتالي أصبح اسمك معروف في المغرب بدأوا يطلبوك في أوقات مختلفة بالظبط كده يمكن أنا اشتغلت كمان في الإمارات اشتغلت في الإمارات والحمد لله عملت اسم كبير في الإمارات من رمادي موجود من الناس المحترمين والمغربين الكبار بالظبط كده مع العروبة أنا مع العروبة بدأوا الكاس هناك أنا أول خمس مباريات ووقت خمساشر نقطة مع العروبة أن العروبة ما كانش نادي كبير العروبة دلوقتي كان موجود السنفات في الدورة الممتازة ولعبنا فرقة كبيرة جدا 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 في الكاس مع عجمان مع أيمان رمادي مع الشعب كان موجود فرقة كبيرة جدا مع الشرقة في الدور الثمانية مع الشرقة في ملعب الشرقة أعملنا مباراة كبيرة جدا 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 مع أن الناس كانت نتوقع أن احنا نتغلب خمسة ستة احنا اتغلبنا ثلاثة اتنين وكنا ند قوي وبعد كده الفجيرة وبعد كده رجعت مصر هنا مسكت معنات الزمالك مدرب عام مع باكيتا وبعد كده الحمد لله تجربة وادي زم سنتين في المغرب وبعد كده تجربة المنتخب سنتين مع كابتن حسام وليا الشرف أن أنا اشتغلت معاه كل أمانة بحترمه جدا وبحبه جدا على المساوة الشخصي وبتمنى له إن شاء الله التوفيق ما كلمكش لما راحه في فاق ستيف؟ على طول بيكلمني على طول وأنا بكلمه على طول متواصلين لأن أنا يعني بحب وسعيد بالسنتين اللي أنا اشتغلتهم معاه في المنتخب وبتمنى له التوفيق مع فاق ستيف أنا لسه مكلمه أول مبارع لكن ما ينفعش بقى تروح مدرب عام تاني على فكرة كابتن حسام كان مرشح كبير للرجاء في الدور المغربي طبعا فعلا؟ أه خلي بالك كابتن مدحة في ناس كتير بتحب الشو بتحب أن هي موجودة دايما في الإعلام وتقول أنا جالي وأنا قلت لحضرتك دلوقتي 3 عروض من المغرب 3 عروض هنا من مصر وبالتالي أنا مش من نوع العشقية أبو لحاك أنا من نوع الهادي أنا بحب الشغل بحب أشتغل بحب أشتغل في الملعب لكن لو طالب الكابتن حسام البدري منك تروح تشتغل معاه في فاق ستيف كرجل تاني مرحلة دي انتهت صعب صعب خلاص هو حتى يعني منش عشان أنا كابتن حسام الشرف طبعا لا يحد أنه يتواجد معاه اسم كبير جدا وأنا بحب على المستوى الشخصي ولكن خلاص أنت عارف أنت دلوقتي محطوط في تصنيف الحمد لله أيوة طبعا مدير فني خلاص وبعدين التجارب بتقول كده مش أنا كطرية مصطفة يعني بعدين اللي مسك في الدورة المغربية دلوقتي بتتكلم على كابتن كبار كلهم كابتن محمد فاخر مدرب كبير جدا 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 كابتن بادو الزاكي كابتن بن شيخة وليد الركراكي مدربين أجانب موجودين فبالتالي كابتن بن تحت عشان كده بقولك الدور المغربي دوري قوي جدا جدا أوي 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 وبيطلع عبقرة في الكورة حيط العمر المغربي وبيطلع عبقرة في الكورة هو موجود في أفريكا رقم واحد طبعا وبدليل كل سنة بتلاقي الأربع فرق موجودين في كونفدرالية في بطولة أفريكيا أو طال دوري آآ الوداد نهائيات كاس سوبر كاس يعني الموضوع هناك بصراحة في عدل أنا بشوف أن في عدل في المسابقة بتعرف هتبدأ أمتى هتنهي أمتى في كل حاجة بتعرف هتلعب مبارياتك أمتى توقيتاتك إمتى الملاعب على أعلى مستوى تحكيم هناك الرجاء بيلعب الوداد نهائي مش نهائي تحكيم مصري يدلوا كل الصلاحية محدش بيقدر يتكلم تحكيم مصري تحكيم لا تحكيم مغربي محلي آآ محلي آآ مش ما بيجيبوش يعني حكام أجانب لا لا فبالتالي أنا شوف البنة البنة حكم مبارات أهل زى رجاء ووداد قبل كده في دوري وطولت كمان أفريكيا أربع أربع آآ كان على أعلى مستوى البنة في التحكيم والجماهير اللي كانت المدحة هناك بتخليك تستمتع بكورة القدر آآ كمدرب وكلعيب وكمشجع والملاعب مفتوحة بأي عدد من الجماهير كله كومبليت كومبليت على طول طيب خلينا نروح بقى نشوف تقريري ونرجع نكمل الدرداء شفت عليك طارق مصطفى نجم الكرة المصرية الذي تألق بين الزمالك والاحتراف الخارجي فضلا عن كونه أحد نجوم الكاتبات الذهبية التي كتبت التاريخ مع المنتخب الوطني تحت قيارة الجنرال الراحل محمود الجوهري كما نجح في تسجيل مسيرة ذهبية كمدرب في الداخل والخارج ولد طارق مصطفى في الأول من إبريل عام 1971 حيث بدأ مسيرته الذهبية في بداية التسعينيات مع نادي أسوان قبل أن ينتقل إلى الشرقية وغلدي الأندية التي تألق فيها ولفت إليه الأنظار ليتعاقد معه نادي الزمالك موسم 95-96 ليبدأ حقبة تاريخية حتى عام تسعة وتسعين في مواسم قضاها يدافع فيها عن ألوان الفارس الأبيض فكان المؤثر الذي تعددت وظائفه داخل المستطيل الأخضار لعب نجوم مصر السابق مع عدية الإسماعيل وبيتروجيت والجونا فضلا عن خوض العديد من التجارب الاحترافية مع نادي نيوشاتل زاماكس السويسري وأنقرة جوجو تركية كما توج مع نادي الزمالك بأربعة ألقاب هي كأس مصر ودوريطال أفريقيا وكأس الأفروأسيوية والسوبر الأفريقي ومع المنتخب الوطني كان طارق مصطفى أحد ركائز الأساسية التي كان يعتمد عليها الجنرال الراحل محمود القهري حيث سهم في تتويق الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية عام الثمانية وتسعين بهدفه في جنوب أفريقيا بالمباراة النهائية اتجه طارق مصطفى إلى التدريب عقب اعتزاله وتولى عدة أندية داخل مصر كمدرب مساعد مع أسمنت السويس والإنتاج الحربي ومصر المقصة كما تولى منصب المدرب العام بنادي الزمالك ثم صار عكس اتجاه الرياح وقرر العمل خارج مصر وتولى تدريب أندية هاجر السعودي والدفاع الجديدي المغربي مساعدا مع المعلم حسن شحاتة قبل أن يرحل ليتولى بعد ذلك هو منصب المدير الفني محقق النتائج مميزة وله تجارب عدة مع أندية العروبة والفجرة بالإمارات قبل أن يتولى منصب مدربا عاما في جهاز المنتخب السابق مع حسام البدري وساهم في تأهل الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون واستطاع نجم مصر السابق تحقيق النجاح في تجربته الحالية مع نادي أولمبيك أسفي المغربي حيث قاضه للنجاة من الهبوط بعدما حصل على تسعة عشر نقطة هم حصيلة عشرة مباريات حيث فز في خمسة وتعادل في أربعة فيما تمكن فريقه من تسجيل سبعة عشر هدف الإعلام المغربي بعد بقى بقاك على أولمبيك أسفي في الدوري مهتمين كان مهتمين بأخبار الفريق بصراحة مهتمين طبعا وبشكرهم بصراحة لأن اللي أنا شفته هناك ما شفتهش هنا فعلا بكل أمانة وأنا بشكرك قد تلمتحة أنت تحديدا لأنك أنت كنت من غير ما تتكلم معايا كنت جايما بتتكلم عليا وبتقول للأخبار بتاعتي ودي حاجة تسعيدني وتفرحني ده حقك يا كبتل والله قد تلمتحة لأن أنا وجودي هناك في الدوري المغربي وجودي كطارق مصطفة كمصري أنا بمثل مصر طبعا وأنا يمكن يمكن مع سريع ودي زيم في التجربة اللي هي قبل المنتخب كنت سعيد وفرحان جدا لأن عالم مصر كان موجود في المدرجات ودي حاجة أنا بشوف أن أي حد وحاك عارف يعني ما بيكون موجود برا مصر فويلاء عالم بلده وهو كان سبب من الأسباب لأن أنا لعبت منتخب مصر وعارف الشعور ده بيبقى جوه كل واحد عامل إزاي أكيد فبالتالي أنا شوف أنا بشكرهم من الإعلام المغربي بصراحة لأن كل كل الإعلاميين اللي موجودين مش بس الإعلاميين اللي موجودين في أولمبيك أسفي لأ كل الإعلام المغربي بصراحة فيه اهتمام غير عادي مهتم والحمد لله هم لسه منزلين خمس مدربين الأفضل هذا الموسم وأنا منهم فأنا بشكرهم الحمد لله لأن المدربين اللي موجودين كلهم مدربين كبار وعلى على مستوى لأن مكتاري مصطفى كمدرب مصري يتحط مع المدربين دول من أفضل خمسة ما بين 16 مدير فاني فده شرف لي وشرف المدرب المصري ويمكن برضو كابتن طارق تواجد المدربين المصريين النهاردة ما شاء الله كابتن مؤمن سليمان في العراق أيمن الرمادي في الإمارات نهاردة كابتن حسام البدري ما شاء الله في الجزائر بالزبط دول الخمسة دول أفضل خمس مدربين ما شاء الله أنت واحد منهم لو حطيناك في الوسط وراءه ما شاء الله تعرف مين الأسباب الثانية كابتن طبعا طبعا ده وليد الركراكي مدرب ده اللي قدام على اللاصل على مدرب كبير ومدرب مميز وبركله طبعا على الدوري وطبعا الجعواني مدرب مدرب وجدة ده اللي جنبه على طول أبو طاية قاعد بيهم في الدوري وده مدرب التونسي مدرب المغرب الفاسي اللي على يمينك رابع اللي على شمالي مدرب المغرب الفاسي رابع الدوري السنادي وده مدرب الجيش الملكي تالت دوري السنادي ده مغربي لا ده أجنبي أجنبي واضح اللي هو على يمينك اللي هو على يمينك ماشا الله الصورة دي نزلت في الأعلام المغربي ماشا الله البطولة البطولة موقع البطولة نا طبعا فأقول لهم يعني أنا بشكرهم والحمد لله والشكر الله هو لكل مجتهد نصيبة كابتن ميرك طبعا طبعا لو وجود بقى المدربين المصريين بتالي بيفتح بقى المجال أكتر ما هو كابتن ميرك احنا غبنا شوية عن الساحة العربية احنا غبنا كتير يا كابتن ميرك بصراحة لإن أنا ما روحت الإمارات موجود كابتن آيمن الرمادي بس وعمل نتائج وعمل يعني بقى له كتير جدا كابتن آيمن الرمادي موجود هناك فبالتالي هو ما خدش فرصته هنا كابتن مؤمن سليمان واخد الدور في العراء واخد الدور دي حاجة حاجة كبيرة جدا ما خدش برضه فرصة حقيقية ومع الشرطة هناك العراء مع الشرطة العراء وبتمنى له التوفيق هو عمر عبد السلام وعملين نتائج طبعا كبيرة جدا كابتن حسام البدري بتمنى له التوفيق فعشان كده المدرب المصري أنا بشوف إنه لازم القانون يا كابتن متحط اللي هو تعمل ده يمشي لأن القانون ده في المغرب في كل مكان اللي هو إيه بقى قانون إنه أنت مدرب واحد في السنة ما تجيش تتحيل على القانون وتقول اتنين مدربين ما تقولش مدرب يصل النادي لو مشاء أو لو النادي ما مشاء طبعا أنا هتفق مع النادي وحصلت حصلت مع مدربين هنا صح بلاش ياما تقول قرار خذي بقرار في مصلحة الكور مصري ما تقولش قرار وتعيم القرار عشان تطلع مدربين موجودين هيفتح فرصة أكبر لا ده أنت تفتح فرصة أكبر كمان لأننا لو ما ليش فرصة هنا هاتطر هروح السعودية هروح الأمارات وده هروح قطر هروح شمال أفريقيا وده اللي موجود المدربين المغربة والمدربين التوانسة والجزاريين موجودين بكسافة في الدول في السعودية والأمارات وفي موجودين في الحالية صحيح انت هنا انت هنا بتعد على الصوابع انت عندك كم مدرب موجود بر مع انك انت بلد فيها 110 مليون البلاد التاني اللي بكلمك عليها فيها 30 و40 مليون فانت بالتالي لازم انت قاعد عندك زي ما بتجي تتكلم عن اللعبين المحترفين معلش هم عندهم 30 40 50 مليون دول عندهم عدد محترفين كبير جدا انت ما عندك شي فبالتالي في عندنا بصراحة مشاكل كتيرة وكبيرة جدا 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 مش عيب ان انا اخد ونفذ طبعا مش عيب موافق جدا دي الصحافة المغربية بتتكلم عليك اه يعني بص هم يعني كاتبين كلام كمان الكلام حلو يعني الكلام حتى حاجة اه من شاء الله حاجة جميلة الكلام نفسه يا كابت المتحط اللي مكتوب عليك اه حاجة تشرف يعني بصراحة انا بشكرهم و و ويعني بتمنى ان انا نكون عند حسن الظن في الفترة الجاية ان الكلام اللي موجود ده كابت المتحط هو كلام مغربي لو يعني يعني في كلمات مغربية المدارب المصري طاري مصطفى دار خدمة كبيرة مع فلومبك أسفي واليوم نضمن البقاء برافو يعني ده ده المباراة بتاعت تانجا كسبنا تانجا تلاتة واحد على ملعبنا وكانت دي مباراة البقاء وقابليها الحمد لله في حب وفي ودي فرحة اللعبة ده في التمرين ده في التمرين يعني في حب وفي احترام من المنظومة كلها الحمد لله والشكر لله طيب متوسط قيمة عقود اللاعبين في الدور المغربي بشكل عم أو يعني خلينا نتكلم على عندك وبعين نتكلم مثلا على تكون عندك فكرة عن الوداد عن الرجاء طبعا عندي فكرة طبعا وفكرة قوية ودي القوة الدور المغربي أنا بشوف أن اللاعبة في شمال أفريكي عموما هم بيحبوا يجوا مصر وبيحبوا يروحوا الخليج لأن الفرق هو أكتر من عشر أضعاف عشر أضعاف عشر أضعاف يعني أعلى مثلا عقد عندك أعلى عقدنا عندنا عندنا تقريبا تمانين ألف دولار تمانين ألف دولار ده أعلى حاجة أعلى حاجة ده المحترف ده المحترف ده المحترف اللي هو من برى المغرب بالزبط كده اللي هو البرازيلي اللي هو المحترف أه تقريبا ألف دولار يعني بالمصر كام تقريبا مليون جنيه مثلا تقريبا يعني تقريبا مليون وحاجة تقريبا ده أعلى حاجة أعلى حاجة أنا عندي لعيبة كنت نميت حد بـ 15 ألف دلار و 30 ألف دلار ياه بلعبوا في الدورة الممتاز بلعبوا في الدورة الممتاز المغربي ومش أنا بس مش فرقتي فيه فرقة كتيرة أنا الفرقة ودي زي من اللي أنا كنت يبسيكم أول ما مسكتهم كان 20 ألف دلار معظم اللعيبة وأنا السنة التانية خليتهم كل واحد 40 ألف دلار في السنة طبعا يعني عليتهم الدعف 40 ألف دلار شوف أنا بقولك إيه إنما ما تيجي تقولي الوداد والرجاء ممكن تقريبا أعلى لعيب هناك 400 ألف دلار أعلى لعيب تقريبا الوداد اللي هو بطل دوري أبطال أفريقيا تقريبا 400 ألف دلار ما عداش اللعيب ما عداش لأ عشان كده بيحبوا يجوا هنا ويروحوا في الخليج والكلام ده أرقام مختلفة خالص أرقام مختلفة طبع الأرقام هنا عندنا عالية مبالغ فيها جدا جدا وبالتالي أنا شوف المستوى مش موازي خالص الإمكانيات اللي يفضل المادية خالص خالص هناك يا كنت المتحد بصراحة اللعيب هناك لعيب تكتيكي يعني أنت ما بتقوله يعمل كذا 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 ينفذ يعمل أه اللعيب هناك ممكن يفضل مستوى ثابت فترة كبيرة هنا ما أعتقدش اللعيب يفضل مستوى ثابت ماتشين تلاتة أربعة أنا بشوف من وجهة نظري اللي فدل مستوى ثابت فترة كبيرة جدا 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 يا ما كنت موجود في السنوات اللي فاتت طريق حامد فيدي المستوى ثابت سنتين ثلاثة الوينش أيمن أشرف بس بس دول اللي فدلوا من سنتين تالي كان مستوى ثابت ما ليش دعوة الفترة الأخيرة دي ساعة ما كنت موجود من ست شهور ولا حاجة فبالتالي أنا أشوف أكتر ثلاثة كانوا مستواهم ثابت لفترة طويلة التلاتة لعيبة دول من وجهة نظر الشخصية لكن اللعب هناك المغربي شايف أنه لعب تكتيكي لعب تكتيكي لعب تكتيكي كم لعب محترف مسموح لك بقيمة خمزة هنا يعني حتى لو منهم حرس مرمى حتى لو منهم حرس مرمى بس بس حراسة المرمى لسه هم يعني أنا أشوف يعني من وجهة نظري حراسة المرمى هناك يعني أنا أتكلم عن الجن اللي كان موجود معايا حرس مرمى كويس ولد يعني اشتغل معايا الشغل كبير مغربي أه حرس مرمى مغربي أه أه حرس مرمى مغربي لكن ممكن تجيب حرس مرمى أجنبي عادي أه عادي ما فيه حرس مرمى الرجاء جزائري جزائري يعني أه يعني فيه أه مش حطين شروط زي عندنا هنا لا مش حطين شروط مش حطين شروط إنما وليد إبراهيم اشتغل معايا بصراحة أه شغل كبير وخلى الحارس دوت من أفضل الحراس اللي موجودة ده وليد إبراهيم ده 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 المدرب مصري مدرب مصري أه بكلم عن المدرب الحراس وليد أنا سامح اللي اتنين شغلين آه اللي اتنين معايا في آه اللي اتنين كانوا موجودين معايا في آه بشكورهم برضو على المجهود اللي هم عملوه آه وجهاز الفني كله وجهاز الطب وجهاز الإداري لأنه بصراحة كانت الملحك كله تعب معايا آه طبعا إن أنا بصراحة من أول يوم ما كنتش بناهم بصراح وهم بالتالي كان دايما أنا من نوع اللي أنا يعني يعني ما بسيبش حاجة آه آه فدايما أنا في شغلي كده من ساعة ما كنت آه ماسك معكب طريحي هو حتى يقولك ما بنامش آه بفضل أفكر وآه وده سر النجاح الحمد لله الدوري هناك بيبتدي إمتى ويخلص إمتى الدوري خلاص الدوري هيبتدي اتنين تسعة اتنين تسعة هم أعلنوا الدوري يبتدي اتنين تسعة وكان خلص كم؟ آه هو المفروض كان تلاتين ستة ولكن خلص آه آه خمسة سبعة خمسة سبعة النهار ده كان بيتلعب قبل نهائي الكاس آه وبكرة الموتش التاني قبل النهائي الوداد والفتح انت هنا متابع طبعا طبعا وكنت بتفرج على سبيد براشيد شغل يا كنت المتحد أيها طبعا وانا حتى بصك كنت المتحد انا حتى والله حتى وانا مش شغال آه بتابع كل الدوريات آه تسأل اي حد عارف طريق مصطفى يقولك ما بيسيبش حتى الدور العراء يعني الدور العراء كنت بتفرج على مؤمن وكنت بتبقى نقول آه والله يعني انا كل الدوريات اللي موجودة انا بحب بتفرج عليه دور الدرجة التانية هنا في مصر بتفرج عليه يعني اللي يعرف طريق مصطفى يقولك لا هو بيحب كده فانا الحمد لله وشك لله شغلي وبحب بحب شغلي عايزة اسألك على سيطرة البغرب على الاستضافات نهائي دوري الابطار نهائي كونفدرالية اتحاد المغربي وانت بتتعامل معاه ايه مصدر قوته او ايه مظاهر قوته هتجاوبني ولكن بعد الفاصل يمكن عندنا هنا شعور في مصر ان الاتحاد المغربي اتحاد قوي جدا ومسيطر على الاتحاد الافريقي جالنا هذا الشعور بعد موضوع طبعا ماتش الاهلي مع الوداد هناك في المغرب والكلام اللي انت عارف هل الاتحاد المغربي بقى في الدولة المغربية نفسية اتحاد قوي تستشعر بان هو قوي ومسيطر طبعا وبصراحة انا من خلالها كابتر المتحد يعني بحترم جدا فوزي لجح رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد هم هناك بيقوله الجامعة هناك الاتحاد الجامعة 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 المغربية جامعة المغربية اه بالتالي ده راجل محترم جدا وانا بحبه على مستوى الشخصي حتى انا من فترة كده نزلت على صفحتي على تويتر يعني اه قلت انا بحب الراجل ده واحترمه جدا ليه كابتر المتحد لانه هو في عدل في البطولة المغربية اه كل الفرق بلا استثناء هو تحس انه هو واقف جنب الكل اه قرارات هناك بتتاخد في اقل من 48 ساعة اه الوداد والرجاء وبركان كل الفرق كل الفرقة متساوية اللي بيخطأ يعني انا مباراة مباراة الرجاء ورجاء بينافس على البطولة اه انا لعبت الرجاء في محمد الخامس بدون جمهور تكسبتوا 3 اتنين ده مفاجأة جبارة اه اه الحمد لله والشكر الله كان توفير ربنا كان محلفنا كان احنا كنا مغلوبين واحد سفر وبعدين واحد واحد مغلوبين اتنين واحد بين الشوتين وبعدين ربنا كرمنا الحمد لله 3 اتنين الشوت التاني ودي مباراة فرقت معنا في البطولة بشكل كبير جدا كنا نكسب كسبنا المباراة اللي بعدها تنجع لما لعبنا عدنا في الدورة قبل البطولة بمطشين يعني من 8 مباريات وده كان حاجة الحمد لله كانت كبيرة بالنسبة لنا خلانا نلعب المباراتين الأخير في هدوء الدورة المغربي تعرف المباراة الأخيرة غاية المباراة الأخيرة تعرفش مين اللي هينزل وكل سنة كده فلا يعني رئيس الجامعة نكفوز اللجح وكل الإدارة أنا بشكرهم لأن بصراحة بطولة محترمة دوري قوي دوري كل سنة متعرفش مين اللي هياخد الدوري ومين اللي هينزل هو أكبر شعبية طبعا الوداد والرجاء الوداد والرجاء بيجي بعدين والجيش الملكي نادي كبير طانجة أجادير أولمبيك أسفي نادي بالو 100 سنة اللي أنا ماسكو وتشرف أن أنا أن أنا ماسكو يعني وبشكر المكتب بشكر رئيس النادي والمكتب بشكر الجمهور بصراحة اختمت حتى الجمهور بصراحة أنا بشوف جمهور أولمبيك أسفي كالرقم واحد بشكر طبعا لوكل ابتوعي إذا كان فارس ولا بد يعني لعبين زي ما شكرتهم الجهاز الفن الطب كل الناس بصراحة بفكرت مش تاخد أي لعب مصري عندك في الفريق أولا هو من ناحية المداهة بصعب ايه بصعب بصعب ده هو هنا قاد في المهندسين وبيشرب الشاي والقهوة بتاعته في الكافير بالضبط وبياخد قد كده وهناك الدوري فيه ضغوط عالية عشان كده عشان كده أنا طلبت إن الجمهور هنا لازم يخش لأنك بتيجي تلعب ضد الجمهور مع منتخبة أو في أي مكان تاني بتلاقي صعوبات لأن الضغوط مختلفة هناك الملعب مفتوح عن آخر ملعب مليان أنا بلعب المغرب الفاسي أربعين ألف متفرق ماشا بتلعب الرجاء أو الوديات في آه بتلعب الجيش لا الملعب الملعب هناك ملعب حلوة وفي نفس الوقت الجمهور التعرف متعة كورة القدم يعني أنا بحب الجبهير طبعا طبعا صوت الجمهور ده مفيش أجمل منه بالضبط طيب نسيب بقى الدوري المغربي شوية آه إذا أنت مستمر الموسم القادم إن شاء الله مع أولمبيك أسفي مديرا فنيا في المغرب إن شاء الله بإذن الله واعتذرت عن ثلاث عروض هنا في مصر الزبط آه الصورة دي إيه بقى كانت؟ ده ماتش الوداد انت رحت وزورت آه الصورة دي كنت أنا كنت عندنا مباراة مع المحمدية آه آه موراة ودية آه و كان معايا سامح و كان معايا وليد آه و روحنا كان نكلمني عفشا و محمد شريف آه كان عايزين يشوفوني آه فقولت لهم أنا هجلكو آه وسامي ومصان آه ف رحت زورتهم آه في القتيل آه في القتيل في القتيل آه آه ده قبل ماتش الوداد آه اللي إحنا اتغلبنا فيه آه آه قبل ماتش الوداد قبل ماتش الوداد آه كانوا جنبي على طول كان ما بينهم وبينهم ربع ساعة فلصت الماتش وراحت لهم بس جميل طيب نزلها صديقي المحترم يعني ها جميل طيب نروح بقى للدوري المصري مين اقرب للفوز بالدوري بعد السيناريوهات اللي انت شفتها دي كلها فاضل الوقتي تسع ماتشات للزمالك تسع ماتشات لبيرميز حضاشر مباراة للأهلي عنده الإسماعيل والمقاولين معجلين بوسك امتشات هي صعب تتوقع مين ولكن في المباريات الاخيرة انا بشوف ان الزمالك التوفيق محلفه بشكل كبير جدا والتوفيق لو فدر محلف في الزمالك في المباريات التلات مباريات مش اقول للتسعة تلات مباريات اللي جايين دول التلات مباريات اللي جايين مش التسعة الحكمة بقى الحكمة ان هو يلعب ثلاث فرق مختلفة ثلاث فرق اقوية جدا عندهم ناحية هجومية كبيرة عندهم سرعات انا شوف ان فريرا بصراحة طريقة اللي اتغيرت واللي انا طلبت بيها من فترة جيدة وعنده سموحة وفيوتشر وبيرامد بالظبط تلات ماتشاة تقيلة سموحة وفيوتشر وبيرامد انا بشوف الدورة وبيرامد زيبقى ماتش مهم جدا لان هما الاتنين وارا بعض بالظبط كده وفيوتشر فريد محترم مع علي ماهر ونفس الشيء سراميكا مع احمد سامي عشان كده بقولك التلات فرق دول تحديدا عن دهم قوالة مختلف فالزمالك لو ادر في التلات مباريات دول حقق الفوز بس اسموحة مع بسيوني الوقت مع بسيوني او بسيوني بسيوني عمل نتاج كويسة واداء كويس هو هذا هو الفرق كامل يعني فبالتالي انا شوف التلات فرق دول لو الزمالك ادر ان هو يفوز بتسعة نقاط اعتقد محدش يوقفه اعتقد ان الامور بيت سهلة لان انا بشوف العدل اتعمل ولو بجزء كبير تسعين في المية العجل طبعا طبعا وده اللي انا باتكلم فيه دايما العدل كابت المتحد يما يكون فيه لعيب تغييراته من اللي يريحه من اللي ينزل مع تغييرين ممكن يبدأ بيهم المباراة ولكن هو بان في مباراة بيرامدس ان لعيبة النادي الاهلي كلها مش مجهدة لعيبة تركمات انا بقول تركمات تمرينات كتيرة جيم كبير من موسماني فترة كبيرة جدا 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 قدت لارهاك واصابات ولكن لأ وبعد كده مثلا يقول لك ارهاك هو بيديهم بالعشر اتيام والاثنشر يوم اجازة موضع كبت المتحد موضع غريبة جدا يعني الكبيرة الراحة الكبيرة دلوقتي ما بقاش حد ياخد الراحة الكبيرة دي دلوقتي في علم التدريب حتى لو هيشتغل لوحده هتقول له هيعمل ايه وهيشتغل جيم ايه هيعمل ايه هيجري قد ايه هيشتغل ايه بط فهو كان بيدي الراحة بالعشر اتيام وكانتش بيعمل مباراة ودية دي برضو حاجات في كورة القدم يعني حاجات أنا بالنسبة لي غريبة شوية اللي أنا تعلمته من الدكتور محمود سعد ولينا تعلمته كابشاو حسين في حياتي في التدريب في نادي الزمالك انا مستوى للناشئين انا واخد اعلى شهادة اه ان شاء الله اخذ البرو ان شاء الله اه البرو دي مهمة جدا طبعا ان شاء الله كانت نعمولها في المغرب بالفترة ايوة كانت عندوكم في المغرب كانت مسميني عندوكم بالزبط كده ودو كانوا كانوا يعني من قبل كده دول بالهم مثلا ايه دي تالت او ربع مرة يحضروها فان شاء الله لما تتعامل مرة جدا ان شاء الله اكون موجود فيها تاكيس جنياس قال المقربين منه قبل ما اتش بيرامدز دا قال ان هلاعب النادي الاهلي ضغط عالي من قدام من عند النادي الاهلي لان النادي الاهلي ما عندوش قدرة على بناء الهجمات من تحت انت رأيه كيف المقولة دي بص هو بصراحة هو عشان عندو امكانيات لعيبة وكوالة اللعيبة يعمل دي اه عندو فرقتين لو بيرامدز عايز ياخد الدوري يعمل كده في كل المباريات ضغط عالي يعمل كده في كل المباريات بس هو انا بشوف من وجهة نظري برضو هو في المباريات الكبيرة بيبقى مركز مركز اوي في المباريات الكبيرة هو قدر مباراة انه من اكتر المباريات شفتها له تغييراته عشر على عشر وهو في ديجلة وهو في بدايته كانت تغييراته وهو حتى في ديجلة كان يبقى كسبان واحد ويطلع مغلوب اثنين واحد بسبب التغييرات أنا بقول لك بصراحة لا أنا بشوفه مش كده قلت لك فيه ناس بتزعل مني ما أنا بتكلم بصراحة والتغييرات دي الفرق بين مدرب و مدرب تغييراتك أنت عايز منها وتوقيت تغييراتك فبالتالي هو كان في ودي دجلة كان بيعمل كده كان يبقى كسبان واحد واثنين وبعدين يعمل تغييرات يطلع اثنين اثنين ويطلع مغلوب أنا بشوفه مع الفرق بين ودي دجلة في إمكانيات اللعيبة وبرميدز لأ أنت عندك كل الإمكانيات أن أنت ومبارات النادي الأهلي خليتك تبقى مقرب لو اتغلبت بالنادي الأهلي كنت بعدت الموضوع كان بقى صعب كان يبقى فرر النقاط بعيد ولكن أشوف هو عمل الصح لأنه هو زاكي جدا ليه لأن النادي الأهلي قلت لك عمل مجهود كبير جدا وضغط عالي في مبارات في ودشر تبتالي كان هيبقى فيه اللعيبة بعدها الوقت قصير مش هتقدر تكامل فهو عمل الصح طيب بعد طبعا مبارات بيراميز الأخيرة طبعا الزمالك كسب المحلة وخليه نكون صرحاء لم يكن العرض اللي هو يعني المحلة كانت ند قوي وكان محمد عوات حرس المرمى هو نجم المباراة ولما نقول حرس المرمى نجم المباراة ده يترجم أن الفريق الآخر اللي هو المحلة كان قوي أمام الزمالك نادي الأهلي عرضه كان متواضع جدا أمام بيراميز شايف متش الخميس إزاي؟ ملوش دعوة بالسابق ملوش دعوة بالسابق خالص 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 ملوش دعوة الزمالك كان عامل إيه في المحلة والأهلي كان عامل إيه مع بيراميز هو مباراة بتبقى خاصة مباراة أنا شوف بتبقى مباراة مفتوحة الكل عايز يكسب مباراة كاس أعتقد أن فيريرا من المدربين اللي عندهم خبرة وزكي جدا أكيد هيبقى مقسم المباراة أنا بشوف طريقة اللعب اللعب بيها بتلاتة عملت له سبات في الناحية الدفعية صعب جدا منت دلوقتي تجيب جون في نادي الزمالك تلاتة تحت تلاتة تحت صعب جدا ودي الطريقة دي أنا بشوف فيها انتشار كبير جدا الخطوط بتبقى رايبة من بعض ودي اللي كانت عاملها مشاكل كان نادي الزمالك قبل الطريقة دي كان بيخش فيه جوان كتير في كل مباراة كان بيخش فيه جوان دي قلت عدد الأهداف اللي بيخش في نادي الزمالك في نفس الوقت نادي الزمالك أنا بشوف إن من أكتر الفرق أكتر من نادي الآلي عنده حلول في لعيبة تعمل لك الفرق بالسرعة بين شرقي بشكبالة بزيزو تلاتة اللي تحت راسي الحربة أعتقد صعب جدا أي حد يوقفه الأهلي ما عندوش نزراء اللعيبة دي في الأهلي عنده ولكن الأهلي بيعتمد بشكل كبير على الناحية الجماعية على الناحية الجماعية ولكن الأهلي اللعيبته زي ما قلت لك بتمشي على سطر وتسيب سطر شريف بيلعب شوية وشوية لقا حقسام يلعب فما فيش ثبات في الحيطة دي آهلي ديانج يلعب شوية وبعدين فتحة أو السولية عنده مشاكل كبيرة جدا جدا اللي محالف في ريلا ولعبة الزمالك أنا أشوف أنه مهم جدا التوفيق في كورت القدم شيء مهم تشوف النادي لالي كان فترة كبيرة جدا توفيق محالفه ولكن هي مباراة صعبة على الفرقتين يعني هقول لك مجموعة جمل تؤتدي كل جملة كم من عشرة أوكي قرار اتحاد الكرة بالتعاقد معك لتنبرج لتطوير التحكيم المصري قرار دا تدينه كم من عشرة عشرة على عشرة عشرة أنت مع خبير أجنبي يطور التحكيم طبعا يطور التحكيم ولكن إحنا برضو لازم التحكيم لازم ما استعينش بحكام أجانب آه لازم بكل الأحوال مباراة زي مالك وقالي لازم استعين بحكم مصري حكم مصري طبعا طبعا واللي جاي ببقى بولندي أنا قوية نظري يعني آه في كل الأحوال ولكن الضغوط اللي بتتعمل على الحكم المصري خاصة أنه فيش جمهور آه هو العدل يا كنت تنميحة في كل شيء إنت هتطلع إنت إنت مبسوط وفرحان يعني ما تعمل العدل في كل شيء ما تفكرش في الإعلان تفكرش يقوله علي إيه بعد المباراة ما تفكرش أنا أحساب إيه ولا أحساب إيه اللي انت شايف وعمله بتكلم على الحكم بتكلم على الحكم طيب قرار التعاقد مع روي فيتوريا بمرتب 200 ألف يورو شهريا للمنتخب كم من عشرة؟ وجهة نظري يعني خمسة من عشرة خمسة من عشرة قرار اتحاد الكورة بالتعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي والله بس أنا مع المدرب المصري مع المدرب المصري في كل الأحوال قرار دا تديره كم من عشرة؟ آه نفس الشيء خمسة من عشرة لان لو انا كنت بتكلم على دا هو نفس السيناريو دا نفس ولكن لو انت بتجيب مدرب انت بتجيب مدرب أجنبي ليه؟ لانك انت مش واسق في المدرب المصري مش انت كالتحاد كورة انت كإعلام وانت كالتحاد كورة بتبص للإعلام وانا ما بحبش كده هناك انا لسه بقول له حقيقي اللي مرشح للمنتخب الوطني المغربي مين؟ المدرب الوطني المغربي آه وليد الريكراكي وليد الريكراكي آه مدرب الوطني وحسين حمود مدرب الوطني وحسين عمود تناسك وانت خب الوطني فبالتالة كابت المتحد انت هنا المدرب المصري انت بيبقى مسك نادي مرة واحدة تخليه مورينيو ومرة واحدة تخليه ما عندوش فكرة احنا عندنا تزبزب في كل حاجة عندنا تغيير الكلام بين يوم وليلة انت ما بتشوف مدرب بتشوف مدرب بتشوف شخصية مدرب بتشوف مالكش دعو بقى بالإعلام مالكش دعو انا عايز فيه إعلام فيه إعلاميين بيطلعوا المدرب ده السماء وفيه ويجي تاني ماتش الجمهوري يقولك مش عارفه فبالتالي خلينا نقيم نقيم التدريب ونقيم المدرب بحاجات تانية مختلفة بشخصيته بتغيراته بتمرناته بتدخله بنتائجه والنتائج اهم حاجة النتائج اللي بتحكم من تعمل كل ده بيبقى في نتائج فبالتالي انا اشوف من وجهة نظري انهاء التعاقد مع كاروس كيروش كم من عشرة عشرة من عشرة عشرة من عشرة قرار الزمالك بعدم تجديد عقدي أبو جبل وطارق حامد بصراحة انا انا كنت اتمنى ان هم يبقوا موجودين ولكن هم غلطه طارق غلط وأبو جبل غلط لاننا الزمالك الدون كتير قوي 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 كان لازم يبقى في تنازل منهم في بعض بعض الاشياء لان هم في الاول والاخر بيعتبروا ولاد النادي هم الدكتير للنادي ولكن قرار انا بشوفه قرار من المشار مرتضى منصور وامير قرار في وقته في محله كم من عشرة من كورة القدم عشرة من عشرة عشرة من عشرة فسخ عقد مجتماني مع الاهلي ده تأخر تأخر تديره كم من عشرة يعني أنا كنت أتمنى القرار ده يكون من بدري ولكن نشوف عشرة من عشرة القرار عشرة من عشرة طيب اخر حاجة عندي قرار اتحاد الكورة بتحديد الفرق المشتركة في بطولتين افريقيا بناء على نتائج الدور الأول ما ما بيحصلش في أي حت ما بيحصلش تديره كم من عشرة لان فيه فرقة هتتزلم فيه فرقة هتتزلم مؤكد زي السنة الفاتتة بالزبط يعني اسموحها كان الرابع واللي اشترك المصري عشان كده بقولك يا كابتن ميت ها فيه فرقة بتتزلم مجهود كبير ومجهود إدارة ومجهود نادي كامل ولعيبة حرام تضيعه يروح وبالتالي تديره كم من عشرة لا كرار كرار انا اشوف كرار مش حلو كم من عشرة مش فرقة لان كرار مش عجبني كرار كانت انطهر سعيد بلقائك وتمنى لك كل توفيق ان شاء الله في الدور المغرب السنة جاء ان شاء الله ان شاء الله حقيرك اتميت حتى انا اللي بشكرك وتسعيد جدا موجود النهار ده في اول زهور مع حضرتك بشك كل السادة المشاهدين وبشك كل الاعداد والاخراج ودايما انت كلمتين كتير وانا هناك بشكرك على الهوى وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله ربنا اخليك بتوفيق ان شاء الله غدا بمشاة الرحمن لقاء جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته